بسم الله والحمد لله صلى الله وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليم كثيرا إلى يوم الدين ثم أما بعد هذه المسألة التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى أورد فيها حكم المسائل التي اتفق عليها مجتهد العصر وخالف فيها بعضهم ففي هذه الحال هل يكون مخالفة البعض ملغيا أم يكون معتبرا وقد أورد المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة ثلاثة جزئية الجزئية الأولى ذكر حكم ما اتفق عليه الفقهاء إلا واحدا أو اثنين ثم ذكر بعد ذلك مسألة أخرى وهي أو جزئية أخرى وهي ما اتفق عليه أكثر الفقهاء وخالف فيه الأقل سواء كان الأقل ثلاثة أو أكثر فتعبير المصنف بالأقل يشمل الثلاثة فما زاد وعندنا قاعدة يستخدمها الفقهاء كثيرا إذا أرادوا التفريق بين الأقل والأكثر فإن الأكثر هو ما جاوز النصف ولو بواحد سمي أكثر وإذلك عندهم قاعدة مشهورة يستخدمونها كثيرا وليست دائما وهو أن الأكثر يعطى حكم الكل المسألة الثالثة التي أوردها أو جزئية الثالثة التي أوردها المصنف في هذه المسألة وهي أننا حيث لم نحكم في الجزئيتين السابقتين أنها إجماع فهل يكون ذلك حجة أم لا وسأذكر الفرق بين الإجماع والحجة عند إرادة المصنف له بدأ المصنف في الجزئية الأولى فقال لا إجماع مع مخالفة واحد أو اثنين قوله مع مخالفة واحد أو اثنين أي عند مخالفتهم مجتهد العصر فمخالفة الواحد والاثنين لمجتهد عصرهم لا أن الواحد والاثنين خالفوا بعد انقضاء العصر حيث اشترطنا انقضاء العصر أو يعني عند عدم اشتراط انقضاء العصر كما سيأتي في مسألة انقضاء العصر في محلة فهل يكون مخالفتهم هذه قادحة في الإجماع فلا يعتد به أم لا أثر لها قبل أن نبدأ بهذه المسألة أريد أن أذكر تحريرا لمحل النزاع وهذا التحرير مهم جدا لكي نفهم استخدام الفقه الذي سأريده بعد قليل على سبيل الإجاز فنقول إن مخالفة واحد أو اثنين من أهل الإجماع في حكم الإجماع عندما قلت من أهل الإجماع أي من الذين ينعقد بهم الإجماع أي من أهل العصر في الإجماع أي في حكم المسألة التي أجمعوا عليها نقول إن له حالتين الحالة الأولى أن تكون مخالفة الواحد والاثنين بناء على خطأ أو كانت مخالفتهم لأجل خفاء الدليل فكان الدليل خافيا عنهم فلم يعلموا به فحينئذ نقول إن خلاف هؤلاء للسببين المتقدمين يسمى خلافا شادا وحينئذ فلا عبرة بخلافهم إذن لا بد أن نعرف سبب خلافهم إن كان خطأا أو لخفاء الدليل وعدم وضوحه فنقول لا عبرة به الحالة الثانية إذا كان مخالفة الواحد والاثنين لمجتهد العصر لغير ذلك من الأسباب إما أن يكون الأدلة متعارضة إما أن يكون قويا عنده المعارض للدليل أو غير ذلك من الأسباب للسدلال المعروفة فهذا هي المسألة التي يتكلم عنها المصنف وهذا التحرير لمحل النزاع قرره الشيخ تقي الدين في منهاج السنة فقد صرح بنحو ما ذكرته لكم وأن الخلاف الشاذ لا أثر له في القدح في الإجمع إذن قول المصنف لا إجمع مع مخالفة واحد أو إثنين يجب أن نقيدها بقيدين قيد الأول أن يكون الواحد والإثنين من أهل الإجماع بأن يكونوا مجتهدين ومن أهل العصر حيث اشترطنا انقضاء العصر القيد الثاني لا بد أن يكون الواحد والإثنان لا بد أن تكون مخالفتهما لا لخفاء دليل ولا لخطأ وإنما لغير ذلك من الأسباب المتعلقة بالأدلة فقال الشيخ عند الجمهور أي أن جمهور العلماء من المذاهب الأربعة جميعا يرون أنه لا يسمى ذلك إجماعا وحينئذ فإنه يعتد بخلاف الواحد والإثنين كما أن الإجماع المنخرمة بخلافهم لا يكون حجة هذا هو قول جماهير أهل العلم كما ذكر مصنف قال عند الجمهور طيب قال كالثلاثة أي كما لو خالف ثلاثة وهو أقل الجمع وسيأتي الخلاف فيما لو خالف ثلاثة فأكثر في كلام مصنف قال جزم به في التمهيد يعني به أبا الخطاب وغيره أي وغيره من فقهائنا وممن جزم بذلك ابن عقيد في الواضح وأبو محمد التميمي في كتابه في الأصول وجزم جماعة أنها أظهروا الروايتين عن الإمام أحمد كما قال ابن مفلح والجراعي وغيرهم ثم قال المصنف رحمه الله تعالى خلافا لابن جرير وعن أحمد مثله أي أن محمد بن جرير الطبري المفسر صاحب تهذيب الآثار كان يرى أنه ينعقد الإجماع مع مخالفة الواحد والإثنين وهذا هو الذي حكاه المصنف عنه وقد تبع المصنف جماعة منهم مرداوي وهذا مشهور في كثير من كتب الأصول أن ابن جرير يرى الإجماع منعقدا وإن خالف فيه واحد أو خالف فيه إثنان وأما الشيخ تقي الدين فقد حكى خلاف محمد بن جرير الطبري تارة كما حكاه المصنف أنه لا يعتد بخلاف الواحد والإثنين وتارة حكاه بطريقة أخرى فقال إن ابن جرير الطبري لا يعني يرى أن قول الجمهور حجة وهو مسألة الأقل التي سنتكلم عنها بعد قليل فجعل خلاف بن محمد بن جرير في المسألة التي بعدها طيب قول المصنف رحمه الله تعالى وعن أحمد بثله يعني أنه قد جاء عن الإمام أحمد رواية بمعنى ذلك وهذه الرواية ليست صريحة وإنما أخذت من كلامه إيماء نص على أنها إيماء أبو الخطاب فليست صريحة عن أحمد لأنكم تعلمون أن الروايات التي تكون عن الإمام أحمد نوعا إما أن تكون منصوصة وإما أن تكون إيماء ثم قد يخرج عليها فيكون تخريجا وقد يأخذ من قاعدة فيسمى وجها هذه أربعة أمور تأخذ من كلام الإمام أحمد هذه الرواية التي أومى إليها الإمام أحمد معناها أنه يكون إجماع وإن خالف واحد أو إثنان ومخالفة الواحد والإثنين ليست بمؤثرة وممن انتصر واختار هذا القوم من فقهاء الحنابلة ابن حمدان في المقنع فإن ابن حمدان في المقنع ذهب إلى هذا الرأي وعندما قال ابن جرير أنه يكون إجماعا ومثلهما نقل عن أحمد وانتصر له ابن حمدان واختاره ابن حمدان فإنهم يقصدون بالإجماع هنا الإجماع الظني للإجماع اليقيني يجب أن نعرف هذا الشيء وسأشير إن شاء الله بعد ذلك ما الفرق بين الإجماع اليقيني والظني في آخر مبحث الإجماع وفي روضة وغيرها الخلاف في الأقل نعم قول المصنف وفي الروضة أي لابن قدامة وغيرها أي من غيرها من كتب المذهب وغيره فمن وافق صاحب الروضة في حكاية الخلافة كذلك هو الطوفي وغيرهم كالآمد وهم تبع له فيما يظهر يظهر أن الطوفية قد تبع الآمدية في هذه المسألة قال الخلاف في الأقل معنى ذلك أنهم حكوا الخلاف ليس في مخالفة الواحد والاثنين وإنما في مخالفة الأقل سواء كان واحدا أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة ما لم يصر النصف فإن وصلوا النصف فإنهم يكونون أكثر حينئذ وبناء عليه فيرون أن كل مسألة خالفة فيها الأقل فإنهم يرون أن أحمد قد أومى إلى رواية بأنه يكون إجماعا هذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى عنهم فقالوا إنه يجري في الثلاثة وما زاد ما ذكرناه في الواحد والاثنين تماما وبناء على ذلك فيكون قول الجمهور عندهم هو محل الاحتجاج نعم لكن الأظهر نعم لكن الأظهر أنه حجة لا إجماع نعم قوله لكن الأظهر الأظهر هذه أحد صيغ الترجيح عند أصحابنا ويعنون بالأظهر أي من حيث الاستخدام فظاهروا كلامهم والأظهر من كلامهم كذلك قال أنه الضمير لقوله أنه أي قول الأكثر أو قول عامة أهل العلم أنه حجة لا إجماع يعني أن الأظهر من طريقة فقهائنا أنهم يرون أن قول الأكثر حجة لكنه لا يكون إجماعا وقولهم هنا أنه حجة لا إجماع نحتاج منه للتفريق بين الحجة والإجماع وقد ذكر ابن السبكي في شرحه على ابن الحاجب أن تقرير الفرق بين الحجة والإجماع أنهم حيث ذكروا أنه حجة في كتاب الإجماع فيعنون أنه إجماع ضني وإن قالوا إنه نفوا عنه نفوا كونه إجماعا فإنما ينفون الإجماع القطعي وبناء على ذلك فإن من الأدلة استناسية عند أصحاب الإمام أحمد هو الاحتجاج بقول العامة والأكثر وقد صرح المصنف رحمه الله تعالى بأنه الأظهر وقد جزم بما جزم به المصنف بأنه الأظهر شمس الدين الزركشي شارح الخرقي فقد قال وقول العامة يعني بالعامة قول الأكثر إن لم يكن إجماعا على الأشهر فهو حجة على الأظهر نفس أو نحو عبارة المصنف بأنه يكون حجة على الأظهر وقد جاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه استدل في كثير من المسائل بقول عامة الصحابة وعامة التابعين فيقول عليه عامتهم إلا إبراهيم أو كذا في مسائل معدودة عن إمام أحمد فدل على أن استخدام أحمد وأصحابه يرون الترجيح بهذه المسألة وهذه أفرد فيها بحث مستقل في مجلد كامل وهو الترجيح بقول الجمهور فمن رجح بأنه قول الجمهور فيقصد به ذلك لكن يجب أن تنتبه أنهم عندما نقول الترجيح بقول الأكثر أو بقول الجمهور لا نعني به جمهور المذاهب الأربعة فإن هذا ليس لازما أنه مذاهب الجمهور وإنما نعني بالجمهور جمهور العلماء والمجتهدين في العصر الواحد وغالبا ما يكون ذلك قبل استقرار المذاهب فجمهور الصحابة أو جمهور التابعين أو جمهور تابع التابعين إذا كانوا على رأي فإن اتفاق هؤلاء الجمهور على هذا الرأي يكون حين ذاك مرجحا فيكون حجة كما ذكرت لكم عن المصنف وعن الزركش ومما ينبني على أن قول العامة هو الراجح يعني أنه يكون حجة لكن الحجة إن صادم دليلا أقوى منه فإنه يقدم عليه دليل نصي طريقة بن هبيرة في كتابه الإفصاح حينما أورد المسألة اتفق عليها الأئمة الأربعة فإن الأئمة الأربعة في الغالب إذا اتفقوا على مسألة فإنه قول الأكثر لكن لا نقول إنه إجماع وإنما هو قول الأكثر فيكون داخلا في هذه المسألة وأنا أقول غالبا لأنهم أحيانا قد يحكون اتفاقا للمذاهب الأربعة لكن هذا ليس على المعتمد عندهم مثل ابن هبيرة نفسه رحمه الله تعالى قد يذكر شيئا من اتفاقات وينسبها لمذهب أحمد المتأخرون على خلافه لكن نقول غالبا فيما ثبت عند المتقدم والمتأخر الرأي فيه ولم يتغير نعم مسألة نعم التابعي المجتهد معتبر مع الصحابة عند الأكثر نعم هذه المسألة قال من الذي يتكلم في هذه المسألة عن من الذي يعتد بهم في الإجماع في العصر الواحد فقال التابعي المجتهد قوله المجتهد أي الذي تأهل فصار أهل للاجتهاد معتبر مع الصحابة مراد المصنف أن هذا التابعي إذا وجد في عصر الصحابة رضوان الله عليهم فكان معاصرا لهم مع تأهله للاجتهاد أي كان متأهلا للاجتهاد في عصر الصحابة رضوان الله عليهم فإنه حينئذ يعتبر مع الصحابة في اجتهادهم فلو أن تابعيا أدرك عصر الصحابة رضوان الله عليهم الذين اجتهدوا في مسألة ما وهو من أهلها ثم وافقهم عدى مع المجمعين فإن خالفهم كان خلافه رافع للإجماع عند من يرى أن الواحد وهو المعتمد ليس إجماع المخالفة الواحد ليس إجماع ومن أشهر ما يستدل به في هذه المسألة ويستدل بها على الوجهين ما جاء في الموطة أن أبا سلمة أظن أو محمد القاسم السيد أظن أبا سلمة بالعبد الرحمن سأل عائشة رضي الله عنها عن مسائل بعض مسائل الغسل فقالت إنما أنت فروج سمعت الديك تتصيع فصحت معه هذا الأثر الذي قالته عائشة رضي الله عنه يمكن أن يستدل به للقولين بل قد ذكر القاضي أبو يعلى أنه أنه الذي يستدل به في هذه المسألة بعينها فمن قال إنه لا يكون معهم قالت كأنها حقرته فقالت أنت فروج يعني دجاجة صغيرة أو ديك صغير فليس لك أن تتكلم معه ومن رأى الاعتداد فإنه يقول إن عائشة رضي الله عنها قالت أنت صغير فصحت معديك فصار صوتك معتبر وقيل إن أثر عائشة لا أثر له في المسألتين معا فإنها كأنها تقول لأبو محمد القاسم أو أبو سلمة نسيت الآن تقول أنت صغير لا تعرف أحكام الغسل والجنابة فما زلت صغيرا تتكلم بشيء لا تفقهه وقد ذكر هذا المعنى بعض الشراح الموطأ نعم قوله معتبر مع الصحابة أي لا ينعقد أجمع الصحابة دونه قال عند الأكثر أي الأكثر من فقهاء الحنابلة وغيرهم وهذا القول جزم بأنه الأصح عنده ابن عقيل وقال الطوفي إنه أظهر القولين في هذه المسألة وقد جاءت آثار كثيرة عن الصحابة رضوان الله عليهم في الاعتداد بخلاف بعض التابعين كشريحن القاضي ومثل اعتدادهم بكبار التابعين الذين أدركوا عصر صغار الصحابة كالشعبي مثلا وسعيد بن المسيب والحسن وغيرهم من الصحابة والتابعين رضي الله عنه قال المصنف خلافا للخلال يعني بالخلال أبي بكر الخلال الإمام والحلواني أيضا من فقهاء الحنابلة فإنهما قالوا لا يعتدوا بخلاف التابع فينعقد الأجمع دونه قالوا عن أحمد مثله يعني وأنه قد جاءت رواية عن أحمد بالقول الذي ذهب إليه الخلال والحلواني وقد أخذ ذلك من رواية بن القاسم عن الإمام أحمد أنه ذكر له عن ابن شريح عن شريح وابن سيرين فقال الإمام أحمد هؤلاء لا يكونون حجة على من كان مثلهم من التابعين كيف من قبلهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بعضهم من نص الإمام أحمد هذا أن أحمد يرى أن قول التابعين لا يكون حجة على قول الصحابة لكن وجه أن هذا المراد به قول أحادهم ليس في وقت الصحابة وفي عصرهم فلا يصادم قول الصحابة بقول التابعي أي أحاد الصحابة مع أحاد التابعين أي قول أحاد التابعين مع أحاد الصحابة رضوان الله عليه فإن نشأ بعد إجماعهم فعلى انقراض العصر نعم قول المصنف فإن نشأ أي نشأ التابعي ومعنى نشأ ليس بمعنى ولد وإنما مراد المصنف وغيره من الأصولين بقوله نشأ أي وجد الاجتهاد من التابعي بعد اتفاق أهل العصر يعني أنه لم يكن حاضر الوقت اجتهادهم وإنما وجد الاجتهاد منه بعد ذلك هذا معنى قوله فإن نشأ بعد إجماعهم أي بعد إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على أمر أو حكم ديني كما تقدم معنا في الدرس الماضي في تعريف الإجماع قال فعلى انقراض العصر أي أن هذه المسألة المبنية على مسألة ستأتين إن شاء الله بعد قليل وهي مسألة هل يشترط في إجماع أهل العصر انقراضه أي انقراض العصر أم لا يشترط وهي مسألة مهمة ستأتين إن شاء الله في محلها بإذن الله عز وجل وسيأتي إن شاء الله أن أكثر أصحاب الإمام أحمد أنه يشترط انقراض العصر فحيث يشترط انقراض العصر فإنه يعني يتعلق به هذا الأثر نعم وَتَابِعِيُّ التَّابِعِي كَالتَّابِعِي مَعَ الصَّحَابَةِ ذَكَرَهُ الْقَاضِ وَغَيْرُهُ نعم قوله وَتَابِعُ التَّابِعِي كَالتَّابِعِي يعني أخذ نفس الحكم السابق في أنه لا يعتد بإجماع التابعين حيث كان بينهم تابع تابعي نشأ اجتهاده إما معهم أو بعد اجتهادهم وقبل انقراض عصرهم فهل يكون كذلك أم لا قال ذكره القاضي يعني أبا يعلى وغيره ممن ذكر ذلك بمفلح وذكره في المسودة ولكن نقل في المسودة عن القاضي أنه نقل عن شيخه ويعني بشيخه أبا عبد الله بن حامد رحمه الله تعالى أنه قال إذا اختلفوا يعني التابعين في مسألة لم يجز لغيرهم أن يدخل معهم فيها يعني تابع التابعين وحينئذ يسقطوا قوله ومخالفته وهذا القول الذي نقلها القاضي يعني عن شيخه أبي عبد الله يعني في الغالب أنه يعني تفرد به وإن كان المصنف لم يشهد له لأجل وضوح هذا الخلاف وأنه لا عبرة به نعم مسألة إجماع أهل المدينة ليس بحجة خلافا لمالك نعم هذه المسألة في بدأ يتكلم المصنف عن بعض أنواع الإجماعات أول إجماع أثير عليه كلام كثير وهو إجماع أهل المدينة قوله إجماع أي اتفاق أهل المدينة المراد بأهل المدينة مجتهدوها دون من عدى ذلك من العامة وغيرهم بل لا بد أن يكون من المجتهدين الأمر الثاني أن المراد بأهل المدينة ليس المتأخر منهم وإنما من كان متقدما حيث كانت المدينة حاضرة العلم لما كان فيها أبناء الصحابة وأبناء أبنائهم وهم التابعون وتابعوهم حيث أدركهم علي حيث أدركهم مالك وأدرك أشياخ مالك أولئك تلك الطبقات وذلك يقول الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى أئمة أصحاب مالك مصرحون بأن الإجماع المدني المتأخر ليس بحجة وإنما كما ذكرت لكم قبل قليل قال ليس بحجة يجب اتباعه على علماء المسلمين وكلام مالك يدل على ذلك أكثر من يستدل بعمل أهل المدينة هم فقهاء المدينة ليس مالكاً وحده بل ابن الماجشون كثير من فقهاء المدنيين يستدلون به عبد الملك بن حبيب عبد الله بن وهب من مصري الشافعي كان في كتبه الأولى يستدل بعمل أهل المدينة ويسمي نفسه أنه من أصحاب من أهل المدينة وهكذا حيث كانت المدينة مدرسة وأنتم تعلمون أن المذاهب كانت لأشخاص ثم أصبحت تنسب لبلدان فيقال مذهب أهل المدينة مذهب أهل مكة أهل الكوفة أهل البصرة أهل الشام أهل مصر فكانت تنسب للمدن ثم لما أصبحت المدن يختلط فيها الناس ويتختلف فيها المدارس أصبحت المذاهب التي كانت للصحابة لأشخاص كمذهب بن مسعود وابن عمر وغيرهم وعبد الله بن عمر وغيرهم ثم أصبحت المدن أصبحت هذه المذاهب تنسب لمدارس بأشخاص لا لكون هذا الشخص هو الذي قال كل هذا المذهب أو أنه يؤيد هذا المذهب فالمذاهب الأربعة هي ليست ابتداء من هؤلاء الأربعة وإنما نسبت إليهم نسبة تشريف ولذلك لو قرأت كلام إبن الرجب رحمه الله تعالى في كتابه الرد على من خالف أو خرج عن المذاهب الأربعة أو نحو اسم هذا الكتاب من اتبع غير المذاهب الأربعة تفهم هذا الأمر وأن المذاهب الأربعة إنما هي حقيقة جمع المذاهب السابقة عند التابعين وتابعيهم ثم لما اختاروا قواعد معينة لكل واحد من هذه المذاهب الأربعة اندرج كل خلاف الأوائل فيه فليس هو قول مالك ولا الشافعي وحده ولا أحمد ولا أبي حنيفة وإنما هو خلاف السابقين اندرج فيه وإذلك بعض الناس قد يعنف على بعض المذاهب يعني لأمر يراه في بعض من نسبت إليه لنقول في مذهب الإمام بحنيفة مثلا فنقول أما مذهب الإمام بحنيفة وأصحابه فإنه مذهب من مسعود لا شك في ذلك بل لو قرأت كلام المتقدمين كما لو قرأت في الجامع الكبير والصغير لرأيت نصوص ابن مسعود بعينها ومثلها نصوص أصحاب ابن مسعود وإبراهيم النخعي وحمد بن نبي سليمان وغيرهم فهي أقرب أن تكون مذهبا لأهل الكوفة ومن أهل الكوفة وكيع بن جراح شيخ الإمام أحمد وكانوا على طريقتهم في الاستدلال وفي كثير من الأمور التي بني عليها مذهبهم نعم قال ليس بحجة أي ليس بحجة عندنا ولا عند جماهير أهل العلم الذي عليه أكثر أهل العلم قال خلافا لمالك فإن مالكا قال إنه حجة وقد اختلف أصحاب مالك في اتفاق أهل المدينة متى يكون حجة فيما بينهم فقال بعض أصحاب الإمام مالك إنه ليس كل ما اتفق عليه أهل المدينة يكون حجة بل لا بد أن يكون في مناطم معين فقال بعضهم فقط فيما كانت وسيلته النقل كما جاء أن مالكا قال ليأتني كل واحد من أهل المدينة بصاعه ومده فإن هؤلاء بمثابة النقل نقلوه عن آبائهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم أن مالكا إنما رجح إجماعهم واعتمد به فيما لو تعارض مع غيره فيكون من باب الترجيح لا من باب الحجية فعند التعارض يكون دليلا استئناسيا وليس دليلا قاضعا في ذاته وقيل غير ذلك طبعا ولهم أرى كثير جدا في مناطم مسألة الإجماع طيب قول مالك هذا نقل أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يرى رأيا قريبا من مالك فقد نقل أحمد بن القاسم أن أحمد قال إذا رووا أهل المدينة يعني رووا أهل المدينة بدل عن الضمير إذا رووا أهل المدينة حديثا وعملوا به فهو أصح ما يكون فأخذ بعض أصحاب الإمام أحمد أن أحمد كأنه يمين للعمل بأهل المدينة لأنهم قالوا وعملوا به فهو أصح ما يكون ولكن نقول كما قره الشيخ تقي الدين فإن الشيخ تقي الدين يقول ونحن نقول ونحن وإن لم نطلق القول بأن إجماعهم حجة فإننا نضعهم موضعهم ونؤتي كل ذي حق حقه ونعرف مراتب المحدثين والمفتين والعاملين لترجح عند الحاجة عند استحقاق الترجيح فالشيخ تقي الدين قرر أن الإمام أحمد طريقته وهو ظاهر طريقة بعض المالكية في تفسير مذهب مالك أنهم لا يقولون أن مذهب ما اتفق عليه أهل المدينة يكون حجة في ذاته بل حيث تعارضت الأدلة في المسألة فيكون من باب الترجيح فيكون مرجحا وهذا الذي بنى علي شيخ تقي الدين رسالة المشهورة في عمل أهل المدينة حيث رأى أن مذهب أهل المدينة مرجح فيكون من الأدلة الاستئناسية لأن الأدلة عندنا نوعان أدلة استئناسية وأدلة أصلية فالاستئناس عند تعارض الأدلة الأصلية أو خفائها نرجع الاستئناس يرجح به بين الأدلة يعني أضرب لكم مثالا في مسألة اتفاق الأربعة أن أهل المدينة حكى بن منذر الإجماع على أن المسافر إذا صلى خلف المقيم فإنه يتم وذكر الإجماع أخذه من خبر نقله هو في الأوسط أن أحد الرواة نسيته الآن اسمه قال دخلت المدينة فسألت فقهاءها عن المسافر يصلي خلف المقيم فقالوا يتم فقال هو إجماع وهذا الإجماع له مستند كما سيثم في المستند وهما ثبت في مسلم من حيث ابن عباس صلى الله عنهما أنه سئل عن المسافر يصلي خلف المقيم قال يتمهي السنة وسيأتينا إن شاء الله أن ما قال فيه الصحابي من السنة فمعناه أنه مرفوع نعم مسألة قول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد صحابي لهم ليس بإجماع عند الأكثر نعم بدأ المصلف رحمه الله تعالى في مسألة أخرى من صور الإجماع وهي قول الخلفاء الراشدين ويعني بالخلفاء الراشدين الأربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا قال إن قول هؤلاء الأربعة إذا اتفقوا على مسألة وقد جمع باحي ثاني يعني ليس في كتاب واحد وإنها في كتابين المسألة التي اتفق عليها الخلفاء الأربعة فهي مجموعة جمعها أكثر من باحث أحدها طبعت والثاني لم تطبع بعد وهي مسجلة في الجامعة طيب قال بل نوقشت نعم قال قول الخلفاء الراشدين أي اتفقوا عليه الأربعة مع مخالفة مجتهد صحابي لهم أي واحد من الصحابة رضوان الله عليهم سواء كان من كبارهم أو من صغارهم كبن عباس رضي الله عن الجميع قال ليس بإجماع عند الأكثر أي عند أكثر العلماء وقد نص الإمام أحمد على ذلك وأخذها أبو الخطاب من قول الإمام أحمد إذا اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجز للرجل أن يأخذ إلا على الاختيار فقول الإمام أحمد إذا اختلف أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يشمل اختلاف الأربعة مع غيرهم وهذا الذي قال إنه نص وأكثر الفقهة على هذا الرأي نعم قال خلافا لابن البنى وعن أحمد مثله أي أن ابن البنى خالف في هذه المسألة صاحب كتاب المقنع وله مجموعة كتب مطبوعة قال وعن الإمام أحمد مثله فالإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يرى فيما نقل عنه في إحدى الروايات أن قول الخلفاء الأربعة يكون حجة يكون إجماعا عفوا يكون إجماعا ونقل المؤلف في كتاب القواعد رواية ثالثة إن صح جعلها رواية وقد تكون تفسيرا للثانية أنه أن الإمام أحمد يرى أن قول الخلفاء الأربعة حجة وليس إجماعا فيكون الاستدلال به ابتداءا لكنه لا يكون إجماعا تحرم مخالفته قطعيا تحرم مخالفته طيب هذا القول الثاني أن قول الأربعة يكون إجماعا وحجة اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى فإنه صرح في أكثر من موضع أن الخلفاء الأربعة إذا اتفقوا على مسألة فإن قولهم يكون حجة ويستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة وسنة الخلفاء المهديين من بعدي فيكون الدلالة على القول الذي اتفقوا عليه على حجية القول الذي اتفقوا عليه هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرت لكم وقول أحدهم ليس بحجة فيجوز لغير خلفاء راشدين خلافه رواية واحدة عند أبي الخطاب وذكر القاضي رواية لا يجوز واختاره البرمكي وغيره قال وقول أحدهم أي قول أحد الخلفاء الأربعة وليس مراده بأحد ما يأحد الصحابة فالضمير عائد للخلفاء الأربعة ليس بحجة من باب أولى لا يكون إجماعا قال فيجوز لغير الخلفاء الراشدين خلافه ومن باب أولى أنه يجوز لغيرهم من من بعد الصحابة رضوان الله عليهم بل يكون قوله حينئذ أحد أقوال الصحابة وقول الصحابة سيأتينا متى يكون حجة فما دام أن أحدا من الصحابة قد خالفه فليس بحجة قال رواية واحدة عن الإمام أحمد يعني قولا واحدا وهنا مسألة في قضية رواية واحدة دائما إذا أرادوا أن يقول قول قالوا رواية واحدة حتى إن الشيخ تقييدين قال إن غالبا ما يكون فيه رواية واحدة عن إمام أحمد حقيقة فإنه يكون في غاية القوة هذا الدليل في غاية القوة سواء كان دليلا أو فرعا فقهيا بعض فقهاء المذهب يتوسع في حكاية الرواية الواحدة فتكون طريقته التوسع فيها فيلغي بعض الروايات مع وجودها مثل عندهم إذا تراجع عن مسألة ألغاها إذا كان هناك قولان أحدهما أقدم من آخر ألغى الأقدم واعتد بالأخير وقال إنه رواية واحدة وغير ذلك من القواعد التي تسمى قواعد إلغاء الرواية ولكن ناسب ذكر هذا لأن أبا الخطاب لما حكاه رواية واحدة لكي يقوي الجزم بهذا الأصل قال وذكر القاضي أيضاً رواية أي رواية أخرى لا يجوز أي لا يجوز لأحد من الصحابة أن يخالف أحد الخلفاء الأربعة طبعاً من غير الخلفاء الراشدين قال واختاره البرمكي المراد بالبرمكي هنا طبعاً البرامكة عندنا مجموعة من الحنابلة المراد بالبرمكي في الأصول هو أبو حفص أبو حفص البرمكي وهو من الخرسانيين من الحنابلة لأن الحنابلة كانوا قسمين بعضهم خرسانيون وبعضهم بغدادي والخرسانيون لهم مسلك في الاستدلال مختلف بعض الشيء عن البغداديين فكان أبو حفص البرمكي رحمه الله تعالى يقول إنه وإن خالفه أحد الصحابة فلا يجوز لنا مخالفته فيقول هو حجة علينا وإن خالفه أحد الصحابة قال وغيره أي وغيره من العلماء نسبه أبو الخطاب لبعض الشافعية نعم مسألة لا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم عند الأكثر خلافاً للشيعة والقاضي في المعتمد نعم قال لا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم المراد هنا بأهل البيت في هذا السياق هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم بن هاشم هؤلاء هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدهم أي بدون اتفاق مجتهد الأمة معهم عند الأكثر أي عند أكثر العلماء من المذهب الأربعة جميعاً قال خلافاً للشيعة فإن الشيعة يرون الاعتداد بإجماعهم والحقق أنهم لا يرون الاعتداد بإجماعهم وإنما يرون الاعتداد بقول المعصوم منهم وعندهم أن كثير من العترة كفار أو من آل بيت أنهم كفار لأنهم أصبحوا غير مؤمنين بالمعصوم وهكذا الحقيقة أن أصل الشيعة ليست على إطلاق ما ذكرها المصنف على الإطلاق طبعا هم طوائف ومن أكثر الطوائف خلافا الشيعة والمعتزلة فرق كثيرة شتى والمعتزلة أكثر تقسما قال والقاضي ويعني بالقاضي أبا يعلى في المعتمد وهذا الكتاب اسمه المعتمد في أصول الدين طبعا مجلد منه قبل فترة طويلة وقد رجعت للمطبوع فلم أجد أن القاضي نص على ذلك ولكن الذي يظهر أن هذا المطبوع هو اختصار من المعتمد لأنه في أحيان كثيرة وخاصة في الأخير يذكر كلاما يقول إلى أن قال فدل على أنه محذوف من أجزاء الكتاب أشياء كثيرة جدا فالمطبوع هو في الحقيقة اختصار للمعتمد وليس هو المعتمد لكن جزء المطبوع بين أيدينا هذا ليس فيه كلام في الاعتداد بإجماع أهل البيت لكن وجد فيه كلمة تفسر فقد ذكر أبو يعلى في نفس الكتاب المعتمد أن المراد بأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم المؤمنون والأتقية كما هو المعتمد عند المتأخير من أصحاب دمام أحمد ونص عليه مالك ومشاعره المالكية عند أصحابنا والمالكية وغيرهم أيضا أنه إذا قلت اللهم صلي على محمد وآل محمد فإنك تدعو لكل تقي ويستدلون عن ذلك بحديث رواه تمام الرازي وغيره وفي إسنادهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له من آلك قال كل تقي فأنت عندما تدعو في صلاتك فتقول اللهم صلي على محمد وآله فأنت تدعو للمؤمنين جميعا كما أنك إذا سلمت سلمت عليهم السلام عليك أيها النبي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قالها سلم على كل مؤمن فدل على ذلك أن السلام والصلاة مناسبة أن تكون للجميع هذا رأي فقهاء مذهب مالك وآحمد رحمهم الله تعالى إذن إن وجد وهذا احتمال لأن المعتمد ليس موجودا في هذا النص فقد يوجد أصله بعد ذلك إن وجد كلام في المعتمد فإن القاضي يعني بإجماع أهل البيت إجماع المؤمنين لأنه فسر أهل البيت بما ذكرته لكم في كتاب المعتمد لكن قد قرر الشيخ تقي الدين أن العطرة إجماعهم حجة لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي فدل ذلك على أن إجماع العطرة حجة هذا رأي الشيخ تقي الدين أنقل لكم نصه يقول الشيخ تقي الدين لما طبعا ذكر في الفتاوى أن أرجح الأقوال أن إجماع العطرة حجة كذا قال وذكر الحيث ذكرت لكم لكن ذكر ضابطا فقال لما أراد أن يبين من هم الحجة من هم الذين يكون إجماعهم حجة قال مجموع العطرة هم الذين هم بنوا هاشم لا يتفقون على ضلالة وهذا قاله طائفة من أهل السنة وهو مأخوذ من بعض أجوبة القاضي أبي علاء فنسبها للأجوبة ولم ينسبها للمعتمد وجزم به في بعض فتاويه التي هي منشرة في مجموع الفتاوى وفي الغالب أن العطرة وبنوا هاشم لا يكون لهم إجماع إلا هو إجماع المسلمين قطعا بل إنه لا يمكن أن يتحقق لهم إجماع إلا إجماع المسلمين لأنهم بعدما كثرت الأمصار وتكلمنا في الدرس الماضي عن إجماع من بعد الصحابة أنه صعب ومن بعد التابعين وتابعهم إلى أقصى الدرجات أن إجماع من بعدهم يكون صعبا فكلام الشيخ تقيدين صحيح من حيث التنظير وأما من حيث الوجود فقد لا يوجد إلا في عهد الصحابة وتابعيهم وتابعي تابعيهم نعم الشيخ مسألة لا يشترطوا عدد التواتر للإجماع عند الأكثر نعم في هذه المسألة بدأ التكلم المصنف عن عدد المجتهدين الذين ينعقد بهم الإجماع فقال المصنف في المسألة الأولى لا يشترطوا عدد التواتر للإجماع بمعنى أن المجتهد العصر على مسألة لا يلزم أن يكون عددهم يحصل به التواتر وسيأتينا إن شاء الله عندما نتكلم عن الخبر ما هو عدد التواتر والخلاف فيه وأن الضابط الذي مشى عليها المصنف أن يكون عددهم مما يحيل تواطؤهم على الكذب فقوله عند الأكثر أي أن أكثر أهل العلم يرون أنه لا يلزم عدد التواتر في المجتهدين بل قد قال بن برهان إن هذا قول معظم العلماء وقوله معظم أكثر دلالة على العدد من الأكثر خال في هذه المسألة بعض المتكلمين ونصرها من الأصوريين إمام الحرمين الجويني كما نقلوها عنه أنه يرى أنه لا بد أن يكون عددهم متواترا ومن عداه من الأصوريين وعامة أهل العلم أنهم لا يشترطون هذا العدد فلو لم يبق إلا واحد ففي كون حجة إجماعية قولان نعم قوله فلو هذا تفريع على قول الأكثر فحيث قال الأكثر أنه لا يشترط عددهم التواتر يشترط فيهم التواتر يقول لو فرضنا أنه لم يكن في العصر إلا مجتهد واحد ومثل ذلك مثالا قالوا لو جاءت فتنة أو نزلت بالمسلمين مصيبة من قدر الله عز وجل من مصائبه جل وعلا فأهلكت العلماء كلهم فلم يبقى إلا واحد ثم اجتهد ذلك الواحد وانقضى العصر حيث اشترطنا انقضاء العصر ولم يخالفه أحد أو لم يكن هناك مجتهد بالكلية فهل يكون هذا إجماعا أم لا يقول الشيخ ففي كونه حجة إجماعية قولا القول الأول أنه يكون حجة إجماعية وهذا القول ذكر بن مفلح ومن تبعه أنه ظاهر كلام أصحابنا وجزم به ابن عقيل في الواضح صراحة ونص عليه المتأخرون مثل المرداوي وبن النجار وغيرهم القول الثاني أنه إذا فرض أنه ليس في العصر إلا مجتهد واحد فإن قوله لا يكون حجة إجماعية وهو الذي نصره كثير من الأصوليين كالغزال في المنخول صاحب جمع الجوامع وشراحة بل كثير من الأصولين يمشون على هذا الرأي وهو أن قول الواحد لا يكون حجة إجماعية نعم مسألة إذا أفت واحد وعرفوا به قبل استقرار المذاهب وسكتوا عن مخالفته فإجماع عند أحمد وأكثر أصحابه نعم هذه مسألة تتعلق بنوع من أنواع الإجماع وهو الإجماع السكوتي ونحن إذا أردنا أن نعرف إجماع أهل العلم فإن إجماعهم يعرف بثلاث صور كما قررها الشيخ تقي الدين أولها قالوا الإجماع الإحاطي والثانية الإجماع الإقراري والثالثة الإجماع الاستقرائي نأخذها بسرعة ثم نرجع للإجماع السكوتي الإجماع الإحاطي هو أن حاك الخلاف يحيط بأقوال جميع العلماء من غير استثناء لأحد فإنه في هذه الحالة يكون إجماعا إحاطيا وهو من أقل صور الإجماع حقيقة النوع الثاني الإجماع الإقراري وهو أن يشتهر القول عند السلف فلا ينكره منهم منكر فهذا يسمى الإجماع الإقراري وشهر عند المتأخرين بتسميته بالإجماع السكوتي وعندي أن تسميته بالإقرار أنسب لأن عندنا قاعدة أن الساكت لا ينسب له قول ولو عبر بالإقرار لكان أنسب وهذا تعبير مشى عليه بعض أهل العلم منهم الشيخ تقيدين وكثير من فقهائنا رحمة الله عليه النوع الثالث من الإجماعات وهو الإجماع الاستقرائي وهو أن يتتبع حاك الإجماع ما يمكنه من أقوال العلماء ثم لا يجد مخالفاً لهم وهذا أضعف أنواع الإجماع وللأسف أن كثيراً من الإجماعات المحكية ولا أقول أكثر وإنما أقول كثير هي من النوع الثالث فإن كثيراً من العلماء المتقدمين بل والمتأخرين أكثر منهم عندما لا يعلم خلافاً في المسألة يظنه إجماع وهذا خطأ فقد يوجد في الكتب التي لم ترها من الخلاف ما لا تعلمه ونحن نعلم أن عدم العلم ليس علماً بالعدم وأكثر ما يقع في حكايات الإجماع من الخطأ هو من نوع الثالث حيث وجد إجماع حيث تتبع الشخص واستقرأ المسائل وكان استقراؤه ناقصاً غير تام لو كان استقراء تام لكان من نوع الأول هو الإجماع الإحادي وهذا لا يكون إلا لأهل العصر الأول مثل الإجماعات التي حكاها بعض السلف رضوان الله عليه طيب نبدأ هنا بالنوع أليس نتكلم عنه هو الإجماع السكوتي فيقول الشيخ إذا أفتى قوله إذا أفتى هذا على سبيل الأغلب فقد يكون المجتهد يفتي وقد يكون قد حكم وسيأتينا في كلام مصنف أن الحكم والفتوى سوى فالتعبير بالفتوى على سبيل الأغلب لا على قصد هذا الأمر أيضاً قد لا يكون قد أفتى ولا حكم وإنما فعل والمتقرر أيضاً عندنا أن الإجماع السكوتي قد يكون على الفعل وسيأتي إن شاء الله ربما بعد ذلك حديث عنه في قول الصحابي قال إذا أفتى واحد المراد بالواحد هنا أي أحد مجتهدي علماء العصر وعرفوا به الضمير في قوله وعرفوا أي وعرف مجتهدون العصر به أي بإفتائه بإفتائه إذن عرف المجتهدون بهذه الفتوى طيب عندنا هنا مسألة مهمة جداً لكي نفهم لمن أراد أن يحكي الإجماع السكوتي الواجب هو أن يعرفوا هم بالفتوى وليس واجباً أن يعلم حاكي الإجماع بعلمهم وبناء على ذلك فإننا نقول إن الطلاع باقي الناس على اطلاع مجتهد العصر له ثلاثة أحوال الحالة الأولى أن نقطع باطلاعهم جزمنا جزماً تاماً أن مجتهد العصر قد اطلعوا على هذه الفتوى فحينئذ يكون الإجماع إجماعاً سكوتياً لا شك فيه الحالة الثانية أن لا نقطع بذلك وإنما يغلب على الظن اطلاعهم مثل أن يكون قد اشتهر أو وجد فيه يعني ما يدل على الشهرة كأن يكون قضاء أمر عام من أمور المسلمين العامة فقد ذكر بعض الأصوليين أنه يكون كذلك إجماعاً سكوتياً مما ذكره أبو سحاق الاسفرايني وجزم به النوع الثالث أن يكون هناك احتمال بالاطلاع واحتمال بعدمه مثل فتوى صغار الصحابة رضوان الله عليهم فهذا محتمل فنقل ابن الحاجب أن الأكثر يقولون إنه لا يكون إجماعاً سكوتياً مفهومه أنه قيل إنهم حجة وهذا الذي رجح الشيخ تقييدين أنه ليه يكون إجماعاً سكوتياً فإنه قال إذا قال واحد أو اثنان نحن لا نعلم في هذا نزاعاً أو نظن أن لا نزاعاً في ذلك لم يكن هذا مما يوجب أن جميع أمة محمد من أولهم إلى آخرهم يجب عليه تقريد هذا الضان فيما ظنه فإنه لا يجب عليهم تقريده فيما يقطع به فكيف يجب عليهم تقريده فيما ظنه طيب قول المصنب بعد ذلك قبل استقرار المذاهب مراده باستقرار المذاهب أي المذاهب الفقهية المتبوعة وبناء على ذلك فلو أفتى شخص بفتوى بعد استقرار المذاهب الفقهية المتبوعة وسكت الباقون فنقول حينئذ ليس هذا السكوت سكوت إقرار وإنما سكوت عدم إنكر لأن الخلاف قد ثبت واستقر فحينئذ لا يعتبر بهذا الجماع السكوتي ولذا فبعضهم نازع وسيأتين إن شاء الله هل يوجد إجماع بعد استقرار المذاهب سنتكلم عنه بعد قليل مثال ذلك لو أن فقيها حنبليا مثلا جاء وقال إن صلاة الجماعة واجبة أو قال إن الوضوء من لحم الجزور واجب وانتشرت فتواه في الأسقاع كلها ما من إذاعة ولا تلفاز ولا وسيلة نشر إلا نشر فيه قوله ولم يعترض أحد على قوله حتى انقضى العصر نقول لا يكونوا إجماعا لأنها استقرت المذاهب نعم قول مصنف هنا نعم قبل استقرار المذاهب وسكتوا عن مخالفته أي سكتوا عن مخالفة هذه الفتوى كيف يكون مخالفتهم أيضا لها أحوال أربعة إما أن يصرحوا بالمخالفة فلا ينعقد الإجماع به الحالة الثانية ألا يصرحوا بالمخالفة وإنما توجد أمارات المخالفة أمارات السخط فقد ذكر المرداوي أنه لا يكون إجماعا ولا حجة بلا خلاف لأن القرينة تقوم مقام الحكم الأصلي فوجود الأمارات كذلك وحكي خلاف عن الراس الحالة الثالثة ألا توجد أمارات السخط وإنما توجد أمارات الرضا فإنه يكون إجماعا الحالة الرابعة إذا سكتوا ولم يخالفوا ولم توجد أمارات رضا ولا أمارات سخط فإنه يكون كذلك إجماعا سكوتيا هكذا ذكره الأصلي طيب ثم قال المصنف رحمة الله تعالى فإجماع عند أحمد وأكثر أصحابه أي أن أكثر أصحاب الإمام أحمد نصوا على ذلك وهذا قال بن عقيل هو ظاهر كلام أحمد لأن أحمد لم يصرح به وإنما يعني قاله ببعض كلامه الحقيقة عند أحمد أي ظاهر كلام الإمام أحمد قال خلافا للشافعي حيث نسب للشافعي أنه يقول إن الإجماع السكوتي ليس بحجة ولا بإجمع والإمام الشافعي رحمه وتعالى حكي عنه في هذا المسألة أربعة أقوال وقد ذكر بعض الأصليين المقررين لملحب الشافعي أنهم فهموا كلام الشافعي على غير وجهه والسبب أن الشافعي لما جاءه مسألة احتج فيها عليه بإجماع سكوتي قال إنه ليس بحجة فظلنا بعضهم أنه يقول ليس بإجماع ولا بحجة مطلقة وبعضهم قال إن قوله ليس بإجماع أنه عندما قال ليس بإجماع معناه أنه حجة وسيأتي إذن فقول مصنب خلافا للشافعي هذه أحد الأقوال التي حكت عن الشافعي والذي حكاها عنها الآمد وغيره كابن الحاجب فإنهم نسبوا للشافعي أنه يقول إنه ليس بحجة ولا إجماع ثم قال المصنب وقيل هذا قول قال به بعض الحنفية ونقله الصير في عن الشافعي قال وقيل إنه حجة لا إجماع أي أنه إجماع ضني وليس إجماعا قطعيا وهذا الذي رجح ابن السبكي في رفع الحاجب أنه قول الشافعي فرجح أن قول الشافعي أن الإجماع السكوتي حجة بمعنى أنه إجماع ضني وليس إجماعا قطعيا خلافا لما نسبه له الآمد وتبعه المصنف عليه قال وقيل هذا القول الثالث وهو قول بن دنيجي من الشافعية ونسب أيضا مذهب للشافعي هما أي حجة وإجماع بشرط انقراض العصر هنا قوله بشرط انقراض العصر فقط أريد أن أبين مسألة سنرجع لها العلماء اختلفوا هل يشترط انقراض العصر لصحة الإجماع القولي أم لا والذين قالوا إنه لا يشترط انقراض العصر أكثرهم كما قال القرافي في شرح التنقيح أكثرهم يقول ليس شرطا في الإجماع القولي لكنه شرط في الإجماع السكوتي إذن فقوله هما أي مثل القول الأول لكنه اشترط انقراض العصر والذي يقول هذا القول هو الذي يقول إن انقراض العصر ليس شرطا في الإجماع القول وأما الحنابلة وغيرهم الذين يقولون إن انقراض العصر شرط فإن الإجماع السكوتي وغير السكوتي سواء لأنه شرط في الإثنين في الأعلى فمن ذا بأولى يكون شرطا في الأدناء فقط أريد أن تفهم هذه المسألة لأنها قد تشكل على بعض الإخوان إذن فقوله قيل ليس عند الجميع وإنما قيل عند من لا يرى اشتراط انقراض العصر قال وقيل وهذا القول أظن الرابع أو الثالث وهذا قول ابن أبي هريرة أبو علي بن أبي هريرة الشافعي أيضا منسبه للشافعي قال حجة في الفتية للحكم الفتية التي هي يفتي بها لأنها تكون محل للظهور والانتشار للحكم الحكم القضائي لأن الحكم القضائي أولا ليس مظنة للاشتهار لأنه متعلق بالمحكم به ثانيا أن الحكم لا ينكر فإن اجتهاد القاضي لا ينقض فلما تقر عند أهل العلم في القواعد الفقية أنه لا ينقض حكم الحاكم فإنه من المناسب أن لا ينكر قال وقيل هذا قول الذي بعده وهو قول أبي إسحاق المروزي عكسه أي أنه مقبول في الحكم لا في الفتوى والسبب أنه يجوز في الفتوى على قول أبي إسحاق أنه يجوز في الفتوى أن تحيل على غيرك ممن لا ترى قوله ألم يقل أحمد اذهب إلى حلقة المدنيين فاسألهم فيجوز أنك تحيل في الفتوى إلى غيرك أما الحكم فيجب أن تظهر الحق وذلك فإن الخصوم يبينون الدليل للقاضي حيث لم يلزم بمذهب يبين له الدليل ليحكم بمقتضاه وبموجبه فقيل عكسه نعم فقيل عكسه نعم أنت ينمنها وإن لم يكن القول في تكليف فلا إجماع قاله في التمهيد وغوة نعم بدأ المصنف فيها بعد قليل يذكر بعضا من شروط الإجماع السكوتي فذكر أو سيدكر بعد قليل ثلاثة شروط الشرط الأول أنه لا بد أن يكون القول المجمع عليه فيه تكليف ثم سيدكر شرط آخر وهو شرط انتشار القول ثم سيدكر شرط ثالث فيه خلاف وهو اشتراط أن يكون في عصر الصحابة وسيرجح أنه ليس مشروطا نبدأ بأول هذه المسائل وهو قوله وهي مسألة هل يشترط أن يكون المجمع عليه إجماعا سكوتيا فيه تكليف أم لا قال المصنف وإن لم يكن القول في تكليف أي ليس حكما تكلفيا مثل الوجوب والحرمة والندب والكراهة وهذا يشمل جميع الأحكام التكلفية سواء كانت متعلقة بأفعال القلوب أو بأفعال الجوارح واللسان قال فلا إجماع أي لا يعتبر اتفاقهم إجماعا شرعيا تحرم مخالفته قال المصنف قاله في التمهيد لب الخطاب والروضة لب انقدامه السبب قالوا لأن ما لا تكليف فيه لا يحتاج إلى إنكار وإنما ينكر ما فيه التكليف قال الشيخ ولم يفرق آخرون يعني أن بعض من العلماء في مذهب لم أحمد وغيره لم يذكروا هذا الشرط طيب عدم ذكرهم له يحتمل أنهم لم يعتبروه ويحتمل أنهم لم يذكروه لعدم الغرض لماذا قلت هذا الاحتمال لأن بعض من الأصوريين وهو ما نقله المرداوي عن البرماوي شارح الألفية أنه قال إن اشتراط أن يكون المجمع عليه تكليفا محل اتفاق فحيدا إذن نقول إن الذين لم يفرقوا بين أن يكون حكما تكليفا أو غيره فما آلوا قولهم للأول لكن لو فرضنا أنه خلاف ما ثمرته من ثمرته لو قلنا إن الإباحة ليست حكما تكليفيا مرت معنا فحين إذن إذا قلنا إنها ليست حكما تكليفي فلو أن رجلا من أهل العصر تكلم فقال إن هذا مباح وسكت ولم يخالفه أحد فلا يكون إجمعا فلا إجمع سكوتي إلا على الحكم التكليفي الوجوب والحرمة والندب والكرهة حيث قلنا إن الإباحة ليست تكليفا سبق معنا أن فيها خلافا وإن لم ينتشر القول فليس بحجة عند الأكثر نعم قول مصنف وإن لم ينتشر القول يعني لم ينتشر بين أهل العصر ولم يشتهر ويعرف وقد ذكرت لكم قبل قليل أن الانتشار واجب ولكن الذي ليس لازما هو العلم ببلوغ الحكم للمجتهدين لا يلزمنا أن نعلم وإذاك لو غلب على ظننا لكفى طيب يقول وإن لم ينتشر القول في الإجمع السكوتي قصده فليس بحجة أي فلا يكون إجماعا ولا يكون حجة عند الأكثر أي عند أكثر العلماء وأكثر الأصوليين وهناك خلاف لبعضهم وهو مبهم لم أستبنه قالوا إنه لا يلزم الانتشار ويكون إجماعا قالوا لألا يخلو العصر من قائم بالحق هذا ذكر بمفلح وقد يكون في المسألة يعني يعني تأمر في حكاية القول عن بعضهم هذا نعم والأكثر على أنه لا ترق بين مذهب الصحابي أو مجتهد من المجتهدين في ذلك طيب هذه المسألة بس تحتاج إلى فهم وعندي أن الأهل العلم مسلا كان في فهمها قول مصنف والأكثر أي أكثر وأهل العلم أنه لا فرق بين مذهب الصحابي قوله وفعله وبين مجتهد من المجتهدين في ذلك قوله في ذلك تحتمل احتمالين الاحتمال الأول أنها عائدة للإجماع السكوتي فيكون الإجماع السكوتي منعقد من الصحابة ومن غيرهم وهذا الذي فهمه الجراعي في شرحه ولذلك فإن الخلاف فيه هو الذي حكاه الماوردي عن بعض العلماء الذين قالوا إن الإجماع السكوتي لا يكون حجة إلا في عهد الصحابة فهؤلاء هم الذين خالفوا الأكثر في هذه المسألة الاحتمال الثاني أن يكون قول مصنف في ذلك عائد للانتشار وهي الجملة التي سبقته وهذا الذي يظهر من فهم كلام المرداوي في التحرير وفي التحبير فجعل أنه لا فرق بين الانتشار بين الصحابة وبين غيرهم ولكن يبدو أن المرداوي لما ألف شرحه لمتنه وهو التحبير استشكل هذه الإحالة ومال إلى عدم صحة ذلك أن يعود الضمير إلى الانتشار لأن الخلاف في الانتشار غير موجود فكيف تقول إنه الأكثر فلم يفرق أحد بين الصحابة وبين غيرهم في اشتراط الانتشار لا يوجد خلاف عند الأصولين وإنما الخلاف فقط بين الصحابة وبين غيرهم في قضية هل الإجماع السكوتي حجة أم لا وذلك فإن المرداوي في التحرير قال كلاما ثم كأنه مال إلى خلافه في شرحه عليه نعم مسألة لا يعتبر لصحة الإجماع انقراض العصر عند الأكثر وأو ما إليه إمامنا واعتبره أكثر أصحابنا وهو ظاهر كلام إمامنا نعم فعليه لهم ولبعضهم الرجوع لذليل لا على الأول خلنا نجعل لي عليه بعد قليل قال ولا يعتبر وهذه مسألة من المسائل المهمة في اشتراط نعم في مسألة اشتراط انقراض العصر في الإجماع سواء كان إجماع سكوتي أو لغيره يقول الشيخ ولا يعتبر أي لا يشترط لصحة الإجماع يشمل جميع أنواع الإجماع السكوتي والقولي انقراض العصر معنى انقراض العصر أي أن المجتهدين الذين اجتهدوا وحضروا الواقعة لا يلزموا وفاتهم وبناء عليه فإنه ينعقد الإجماع وتحرم المخالفة ولو كانوا أحياء وأما من اشترط انقراض العصر فإنه يقول لا بد من وفاة المجتهدين المجتهد الذي حضر الواقعة وأقر بها لأنه إذا مات علمنا أنه قد راضي بقوله ولم يرجع عنه قد راضي بالسكوت وراضي بالقول الأول إذن قول مصنف هذا لا يشترط عند الأكثر المراد بالأكثر أي أكثر العلماء والجمهور من الأصوليين عموماً واختاره من الحنابلة أبو الخطب قال وأومى إليه الإمام أحمد أي أن الإمام أحمد أومى إليه في بعض كلامه قال واعتبره أكثر أصحابنا منهم القاضي أبو يعلى ومنهم بن عقيل والظاهر أن الشيخ تقييدين أيضاً يعني لا نعم قال واعتبره أي اعتبر عفوا نرجع والشيخ تقييدين أيضاً يميل لإعتباره لأن قوله واعتبر نسيت تشرحها اعتبره أي واعتبر انقضاء العصر شرطاً لصحة الإجمع أكثر أصحابنا قلت منهم قاضي أبو يعلى وابن عقيل وهو ظاهر كلام الشيخ تقييدين حيث أنه يعني يعني ذكره في سياق القول الواحد فقال أشهر الروايتين عن أحمد أنه اشترط انقراض العصر وهذا قول كثير من أصحاب الشافعي وأحمد اختيار القاضي أبي يعلى وغيره ثم فرع عليه ثم قال الشيخ وهو ظاهر كلام إمامنا يعني به الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسألة طويلة جداً قالها فإن الإمام أحمد قال في رواية عبد الله الحجة من زعم أنه إذا كان أمراً مجمعاً ثم افترقوا أن نقف على ما أجمعوا عليه فإن أم الولد كان حكمها حكماً للأمة بإجماع ثم أعتقهن عمر وخالفه علي بعد موته وحد الخمر ضرب أبو بكر أربعين وعمر خالفه فزاد أربعين يقول القاضي بعدما نقل كلام لإمام أحمد قال ظاهر هذا اعتبار قراض العصري لأنه اعتد بخلاف علي بعد عمر في أم الولد وكذلك اعتد بخلاف عمر رضي الله عنه بعد أبي بكر في حد الخمر فهذا يدل على هذه المسألة ينبني عليها ما ذكره الشيخ نعم فعليه فعليه لهم ولبعضهم رجوع لدليل لا على الأول نعم قوله فعليه أي فائدة الخلاف في هذه المسألة أن لهم لهم أي لجميع المجتهدين في العصري ولبعضهم أي أحدهم وحداً أو أكثر الرجوع أي الرجوع عن القول الذي أفتوا به لدليل لا تشهياً لأنه لا يجوز الرجوع تشهي لا على الأول أي لا على القول بأن انقراض العصري ليس بشرط فإنه لا يجوز لهم الرجوع قال وقال الإمام مراد المصنف بالإمام هنا إمام الحرامين الجويني والمصنف كما ذكرت لكم تارة يقصد به الجويني وتارة يقصد به الرازي قال وقال الإمام يعتبر أي يعتبر انقراض العصري إن كان الإجماع السكوتي عن قياس أي دليله القياس وهذا القول الذي نقله المصنف عن إمام الحرمين تبع فيه ابن الحاجب وقد نقل كثير من الأصوليين عن إمام الحرمين خلاف هذا القول لأن كلام إمام الحرمين محتمل في الفهم مسألة لا إجماع إلا عن مستند عند الأكثر قياس أو غيره عند الأكثر وتحرم مخالفته عند الأكثر نعم يقول الشيخ لا إجماع إلا عن مستند يعني أنه لا يمكن أن ينعقد إجماع إلا عن دليل فلابد من وجود الدليل قال عند الأكثر أي عند أكثر أهل العلم يقولون بذلك ومفهوم قوله الأكثر يعني أن هناك من العلماء من خالف في هذه المسألة سأشير له بعد قريب وهذا القول بأنه لا بد فيها من مستند هو قول عامة أهل العلم فلا يمكن أن ينعقد إجماع إلا ولهذا الإجماع دليل لكن هذا الدليل قد نعلمه وقد لا نعلمه وسيأتي إن شاء الله بعد قليل التفصيل في هذه المسألة مسألة العلم وعدمه قول المصنف عند الأكثر يعني أن أكثر العلماء يشترطون ذلك ونقل عن بعض الناس من غير تسمية لأن الذي حكى عنهم أبو الحسين البصري في المعتمد حكي عن بعضهم أنهم يقولون يجوز الإجماع من غير مستند وإنما يكون عن طريق التوافق وعن طريق التباحث والتبحث فيتفقون على قول من غير دليل يقولونه هكذا فحينئذ يكون إجماعهم غير مستند إلى حجة وإنما الحجة في إجماعهم وهذا القول خطير جدا وهذا من لوازمه إبطال الشريعة وإن كان غير موجود لكن من لوازمه إبطال الشريعة فكيف يكون أفراد الأمة حاكمين على الأحكام هذا لا يجوز بل لا يمكن أن يقع إجماع إلا بدليل بل قد نجزم أحيانا أنه لا بد أن يكون الدليل نقليا كما سيأتي في كلام المصنف وذلك بعضهم يعني بعض المتأخرين وهو الطوفي قال يأظن أن سبب هذا الخلاف الذي أوردوه أنه يرجع إلى مسألة هل يمكن أن يكون هناك إلهام هل يكون الإلهام دليلا أم ليس بدليل هذا رأيه ولكن مسألة فيها تأمل أيضا أكرر هناك فرق بين أن يكون هناك مستند وبين أن يعلم المستند سيأتينا أنه لا يلزم العلم بالمستند من كلام المصنف لكن بشرط ثم قال المصنف رحمه الله تعالى عند الأكثر قياس أي يصح أن يكون قياسا هذا المستند بإجماع أهل العلم يصح أن يكون حديثا آية نبدأ بآية أو خبرا متواترا وبإجماعهم أيضا يصح أن يكون مستند الإجماع حديث أحد وبإجماع العلماء أيضا أنه يصح أن يكون مستند الإجماع العموم حكى الإجماع على الثنتين الآخرتين وأما الأولى والثانية فواضحة القاضي أبو يعلى وغيره حكوه إجماعا وإنما خالفوا في غير الأدلة النقلية وإذا كيقول قياس قياس أو غيره فقوله قياس معروف وغيره أي غير القياس من الأدلة غير النقلية مثل الشبه فإن قياس الشبه بعضهم يسميه قياس الشبه بعضهم يجعله دليلا منفصلا للشبه لأنهم لا يرون حجيته وسأتينا إن شاء الله في باب القياس هذه أدلة ليست نقلية مثل الأمارات مثل الأمارات بعضهم يقول حتى المناطات المناط هذا دليل ليس نقلي فهل يصح أن يكون القياس وغيره من الأدلة العقلية إن صح التعبير وإن كان مردها إلى النقل يصح أن يكون مستند للإجماع يقول المصنف يصح عند الأكثر أي عند أكثر القائلين بأنه لا بد للإجماع من مستند قبل أن ننتقل مسألة هل هناك ثمرة في هذه المسألة أم لا أو هل لها ثمرة أم لا نقول نعم إن لها ثمرة بل ليس على سبيل الجزم لأن الطوفي لما ذكر هل لها ثمرة أم لا قال اختلف هل يصح أن يكون مستند الإجماع قياس أم لا يصح هل لها ثمرة أم لا قال اختلف فيه قال فقيل إن من تخرجات هذه المسألة القياس أو الإجماع المبني على قياس مثل قالوا أن كثير من أهل العلم عد إجماع الصحابة على إمامة أبي بكر إجماع مستند على القياس فإن الصحابة لما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر في الصلاة الصغرى قاسوا على الإمامة الصغرى قاسوا عليها الإمامة الكبرى فكان قياسا ومثال ذلك الصحابة رضوان الله عليهم لما قاسوا قتال مانع الزكاة على مانع الصلاة قال أبو بكر لأقاتلن من فرق بينهما مثال ذلك عندما قاس العلماء وأجمعوا على تحريم شحوم الخنزير قياسا على لحومها أو لحم خنزير وغير ذلك من ذلك الإجماع على الحاق المائعات مثلا الحاق المائعات بالسمن غير الماء المائعات غير الماء بالسمن وهكذا فهذا يقول مستنده الإجماع الذين يقولون لا يصحا يكون مستند الإجماعي القياس يقولون إن هذه الأمور الأربع لها دليل شرعي فالصحابة وهذا هو المعتمد بذهاب أحمد أنه كان النص على إمامة أبي بكر بالنص ولم يكن بالاجتهاد فإن نبي صلى الله عليه وسلم قالت له المرأة من أسأل قاس لي أبا بكر وهكذا فهذا من والتفويض من نبي صلى الله عليه وسلم بالإمامة يدل على التفويض في مطلق الولايات وهكذا طيب يقول الشيخ وتحرم مخالفته أي وتحرم مخالفة الإجماع المستند إلى القياس عند الأكثر أي عند أكثر أهل العلم وهم القائلون وهم القائلون بأنه لا بد أن يكون مستندوا في القياس طيب الذين خالفوا هؤلاء الأكثر منهم قيل إن الذين خالفوهم داود ومحمد بن جرير لأن داود لا يرى القياس ومحمد بن جرير له مأخذ آخر ممن خالف في هذه المسألة وافق داود وابن جرير الشيخ تقييدين بن تيمية فإن الشيخ تقييدين يقول لا يمكن أن يوجد إجماع إلا بدليل منصوص وله الكثير من النقول في هذه المسألة فالشيخ يقول إن الإجماع دليل على نص موجود معلوم عند الأئمة وما من حكم يعلم أن فيه إجماع إلا وفي الأمة من يعلم أن فيه نص وحينئذ فالإجماع دليل على النص وهذا الكلام في الحقيقة هو الصواب أن الأصل في الإجماع أنه مستند إلى نص لكن قد يخفى علينا النص ونعلم الدليل الثاني وهو القياس لكن لا بد أن يكون الإجماع مستند إلى نص فالإجماع كاشف حين ذاك وهو دليل في ذاته لكنه كاشف قد يخفى علينا الدليل لا مطلق الأدلة لا يمكن أن تخفى علينا جميع الأدلة وإنما يخفى علينا الدليل النص المنقول وهذا واضح يا شيخ الآن كثير من المشايخ لو تذكر قبل نحن من خمسين عاما كان كثير من المشايخ ليس بيده كثير من كتب السنة ويستدل بهذه الإجماعات أو يستدل بعض الأحكام التي يردها الفقهة لما طبعت كتب السنة وظهرت بحمد الله عز وجل ظهر لنا وبان كثير من الأدلة التي كان يستدلون بها وأن أصلها أحاديث مروية أو إجماعات واتفاقات الصحابة من أثارهم بعض كبار الفقهة ابن حزم أظن ما كان عند الترمذي أظن أو النسائي نسيت أحد الكتابين الترمذي نعم الترمذي لم يصل أبا محمد بن حزم مع تأخر زمانه توفي 456 فقد يخفى على الناس بعض الكتب يعني إلى عهد قريب ابن بدران كان يقول يتكلم عن هل مسلم أحمد موجود أم ليس موجودا ابن بدران قريب يعني توفي من نحو 80 عاما يعني بعض من أدركه كان موجودا إلى فترة قريبة فبن بدران كان يقول هل يمكن أن يسمعنا أنه يوجد نسخة ناقصة كذا بحمد الله عز وجل طبعت كتب السنة أصبح ظهور السنة واضح بحمد الله عز وجل بقي بذل الجهد والتعلم العلم سهل الآن ولكن ربما لسهولته أصبح صعبا الشيء كلما كان منك سهل يصبح صعب مثما يقول أزهد الناس في العالم أهله لأن أسهل أسهل من يصل للعالم أهله فيزهدون فيه كذلك الذي يريد أن يحفظ السنة بدل ما يحفظ يقول يا أخي قدامي هنا موجود على الرف بل لا يقول الرف موجود عندي في الجهاز في دقيقة آتيك بالحديث بنصه أحسن من هذا الذي حفظ المتون دعني أنشغل بغيره فينشغل بأمر لا أدري أهو موازن للحفظ أو هو دونه أو بل قد يكون من المباحات نعم نعم مسألة إذا أجمع على قولين ففي إحداثي ثالث أقوال نعم هذه مسألة المسألة المهمة التي دائما ترد علينا وهي قضية إذا أجمع العلماء على قولين عبر مصنف بالإجماع وقصته بالإجماع اللغوي أي الاتفاق قوله على قولين بمعنى أن المسألة تفق العلماء فيها على قولين قول وقول مخارف له فهل يجوز إحداث قول ثالث يعني هل يجوز أننا نحدث قولا ثالثا غير هذين القولين قبل أن نبدأ بهذه المسألة يجب أن نعرف أن مذهب الإمام أحمد يختلف عن مذهب الجمهور في هذه المسألة من جهة تحرير الخلف من جهة تحرير الخلف فنقول إن مذهب الإمام أحمد أن ما اتفق فيه على قولين له حالة الحالة الأولى أن يكون الاتفاق على القولين من الصحابة رضوان الله عليهم فحينئذ نقول لا يجوز الخروج عن أقوال الصحابة نص عليه أحمد في أكثر من مسألة ونص على هذا الفهم الشيخ تقييدين يقول الشيخ من أصل الإمام أحمد الذي لا خلاف عنه فيه أنه لا يجوز الخروج عن أقوال الصحابة إذن يجب أن نستثني في هذه المسألة من الخلاف في هذه المسألة الخلاف الذي وقع من الصحابة فإنه لا يرفع فإنه لا يجوز إحداث قول بعدهم حيث كان محصورا بينهم الحالة الثانية إذا كان الخلاف من غيرهم من التابعين فمن بعدهم فنقول إن فيها الأقوال الثلاثة في مذهب أحمد منها قولان وإنما القول الثالث محكي هكذا قال ففي إحداث ثالث أقوال هنا أقوال أي أنها ثلاثة أقوال حكاها المصنف هذه الأقوال التي حكاها المصنف قال ثالثها نبدأ بالأول والثاني ثم أصل للثالث أول هذه الأقوال الثلاثة أنه لا يجوز إحداث قول ثالث في خلاف من الصحابة أو من بعده وهذا الذي نص عليه الإمام أحمد كما قال بن عقيم وهو الذي يذكره كثير من فقهاء الحنابلة وظاهر كلام الشيخ تقي الدين في التسعينية هذا الرأي فكأنه يميل له فإنه لم يذكر إلا هذا الرأي جازما به ولم يذكر الأقوال الثانية القول الثاني لم يذكر القول الثاني المصنف لكني أذكره أنا أنه يجوز إحداث قول ثالث مطلق وهذا القول من الأقوال الشاذة نسبه بن عقيم للرافضة ولبعض الحنفية وقد جزم الشيخ تقي الدين بأن هذا القول شاذ وذلك يقول إنما نازع في ذلك شذوذ فحينئذ لا يصح هذا القول قول مصنف ثالثها أي ثالث الأقوال المختار أي الذي اختاره المصنف وهو في الحقيقة ظاهر فعل الشيخ تقي الدين في كثير من أقواله واختياراته التي يختارها قال إن رفع الثالث الإجماع امتنع وإلا فلا كيف يرفع القول الثالث الإجماع يعني لو أن القولين أجمع على المنع من الفعل أحدهما يقول بالكراهة والآخر يقول بالوجوب فحينئذ تأتي بقول بالندبي أو عفوا القول أول يقول بالكراهة والقول الثاني يقول بالتحريم إن كلاهما يقول بالمنع عاسف فيأتي المحدث للقول الثالث يقول بالندبي أو بالوجوب فنقول إنك قد رفعت القولين هذا قول رافع للقولين فحينئذ لا يلتفت إليه ولا يصح وقولك هذا باطل وسقط إن لم يرفع القولين مثل أن يكون الخلاف على قولين بالحرمة وبالإباحة فيأتي ثالث فيقول بالكرهة نقول يجوز لأنه ليس رفعا للقولين والشيخ تقي الدين كثيرا ما يحكم بالكراهة لأجل هذه المسألة لأن المسألة فيها قولا بالإباحة وبالندبي فيأخذ به وقلت إنه يقول به بأن خلاف متأخر بل هذا من أصول أحمد مراعاة الخلاف بالكراهة أظن أشرت له قبل ذلك نعم نعم ويجوز إحداث دليل آخر وعله عند الأكثر نعم قوله هو يجوز يعني يجوز بمعنى أنه لا يحرم ليس مقصود به الجواز العقلي وإنما الجواز الشرعي بمعنى لا يحرم وبناء عليه فلا يكون هذا مخالفا وناقضا للإجمع قال إحداث دليل آخر بمعنى أن يكون في المسألة دليل أو أكثر ثم يأتي رجل بعدهم فيحدث دليلا زائدا على الأدلة التي استدل بها أصحاب الأقوال والقول الأول إذا كانت مسألة مجمعا عليها فيأتي بدليل آخر لهم فهل يجوز له أن يأتي بأدلة غير التي استدل بها ألو الإجمع نقول نعم يجوز فيجوز إحداث دليل آخر والقول بإحداث الدليل هو قول أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى وقد خالف في هذه المسألة بعض أهل العلم فقال إنه لا يجوز إحداث دليل آخر خلاف الدليل الذي احتج به أهل الإجمع لكن بشرط إذا كان هذا الدليل الثاني يبطل مستند ومعتمد أهل الإجمع فإنه في هذه الحالة يكون تخطئة لأهل الإجمع لأن بعض الأدلة تبطل الدليل آخر وهذا القول أو تستطيع أن تجعله قولا وتستطيع أن تجعله قيدا قال به القاضي عبد الوهاب المالكي في كتابه الملخص وإن كانوا خذ هذه المعلومة في كتب الأصود ينقلون عن القاضي عبد الوهاب أنه يقول لا يجوز مطلقا هذا غير صحيح بل إن كلام القاضي عبد الوهاب ونقله بنصه القرافي في شرح التنقيح لا يقول لا يجوز مطلقا وإنما يقول يجوز لكن بشرط أن لا يكون الدليل رافعا للحكم الذي قبله يقول الحق أنه إن فهم عنهم أن ما عدا ليس بدليل على ذلك الحكم امتنع الاستدلال بغيده وإلا فلا يمتنع هذا كلامه الصريح ثم نقله بنصه بطول القرافي لماذا قلت هذا الكلام عن القاضي عبد الوهاب لأن القاضي عبد الوهاب لما جاء الشرح فيقول عند الأكثر قال وخالف القاضي عبد الوهاب فقال لا يجوز إحداث دليل زائد على ما أجمع عليه أهل الإجماع نقول هذا غير صحيح بل قول القاضي أنه زاد قيدا قاضي عبد الوهاب وهو من أمة المسلمين لا شك قاضي عبد الوهاب هذا له يعني يعني فضل عظيم جدا عليه رحمة الله بل قيل إن معتمد المالكية تعرفون أن الناس بعد المازري اعتمدوا شرح التلقين والتلقين له وهو قد أخذ فقه عن ابن القصار والأبهري والأبهري شيخ له وشيخ لشيخه وهؤلاء هم عمدة المالكية في الاستدلاب ومن بعدهم في التفريع أكثر طيب كلام القاضي عبد الوهاب للشيخ تقييدين كلام نحوه قريب جدا من كلامه فكأن القاضي عبد الوهاب وافقه الشيخ تقييدين في هذا المسألة نعم وكذا إحداث تأويل نعم قوله هو إحداثه معنى إحداث أي إيجاد تأويل المراد بالتأويل يعني التفسير وليس المراد بالتأويل هنا بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره لأن الأصل في استخدام السلف بالتأويل هو التفسير معنى إحداث التأويل بمعنى أنه هل يجوز أن يفسر الحديث والآية بخلاف ما فسره به الأوائل أم لا يجوز المصنف هنا يقول يجوز إحداث تأويل الحقيقة أن إطلاق إيجاد تفسير جديد وإحداث تأويل ليس على إطلاقه بل نقول إن إحداث التأويل له حالة ذكر الحالتين جماعة منهم الجراعي وغيرها الحالة الأولى أن يتأول العلماء الأمة الآية أو الحديث بتأويل وينصوا على فساد ما عده فحينئذ كل إحداث تأويل يكون باطلا مثال ذلك الأدل المعاني النصية فالدلاء للنصية لا يجوز صرفها عن وجهها وأصبح أهل زماننا الآن يحدثون تفسيرات للقرآن من أغرب ما يكون وقد انعقد الإجماع على بطلان ما عد هذا التفسير سواء في الأخبار أو في الأحكام مثاله في الأخبار عندما جاءنا رجل وقال إن آدم ليس أبا البشر بل إن للبشر آباء متعددون كل واحد منهم يسمى آدم فلكل عرق وجنس أب يسمى آدم ثم فسر القرآن بما شاء كذل العقلانيون الذين هدموا أصول الإجماع فقالوا بذلك الحالة الثانية إذا كان العلم لم ينصوا على فساد المعاني ففي هذا الخلاف الذي سيريده المصنف طيب قول المصنف رحمه الله تعالى كذلك إحداث تأويل اقتصر المصنف رحمه الله تعالى على قول واحد وهو الجواز وهذا القول الذي اقتصر فيه المصنف على الجواز ذكر بن قاض الجبل تبعا للآمد أنه قول الجمهور فدل على أن المسألة فيها خلاف ومن من قال بهذا القول طبعا بعد تحرير الخلاف الذي ذكرت لكم قبل قليل من فقهاي أحمد أبو الخطاب وابن عقيل ولكن ابن عقيل قيده بقيد مهم الذي ذكرت لكم قبل قليل وهو أن لا يكون التأويل الثاني فيه إبطال للتأويل الأول أو هذا قيد يزيد عن القيد الأول فلابد أن لا يكون إبطالا للتأويل الأول ولن إنما يكون يعني متمما له وكلام بن عقيل هذا تبعه عليه القرافي والمرداوي وكثيرون تبعوا عليه هناك قول آخر مهم جدا قال بعض أهل العلم إنه لا يجوز إحداث تأويل جديد للقرآن وهذا القول انتصر له وبقوة القاضي عبد الوهاب عليه رحمة الله الوهاب بالنصر التغلبي وجزم به وممن جزم به الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى وقال إن هذا هو مذهب أصحابنا فقد قال الشيخ تقي الدين والنقل هذا موجود في المسودة ونقله ابن مفلح وقال عن بعضهم وجزم مرداوي أنه قول الشيخ تقي الدين لماذا قلت هذا؟ لأن في المسودة مدموج كلام الشيخ مع أبيه مع جده وليس واضحا في المسودة أنه كلام الشيخ لكن سأشير لكم موضع آخر أطالف الاستدلال على هذه المسألة الشيخ تقي الدين يقول في المسودة لا يجوز ذلك أي إحداث تأويل كما لا يجوز إحداث قول ثالث هذا الذي عليه الجمهور ولا يحتمل مذهبنا غيره ابن مفلح لما ذكرنا كلام الشيخ قال مراده أي مراد الشيخ تقي الدين دفع تأويل أهل البدع الذي أنكره السلف فإن تأويلهم هذا غير مقبول وقد أطال الشيخ تقي الدين كلاما طويلا جدا في بيان تلبيس الجهمية في الرد على المؤسس وهو إذا أطلق المؤسس يقصد به الفخر الرازي لأنه ألف كتابه تأسيس التقديس الذي رد عليه في بيان تلبيس الجهمية فرد على المؤسس حينما قال إنه يجوز إحداث قول ثالث فأطال بكلام طويل جيد في هذه المسألة وله كلام كثير جدا جدا في هذه المسألة إذن المقصود أن إحداث قول ثالث إحداث تأويل جديد إذا كان رافعا للخلاف الذي قبله مسقطا له لجميع تفسيرات السلف فنقول فيه مثل ما قلنا في إحداث قول ثالث لا يجوز مطلقا وهذا المجزون به وبناء عليه فنقول إن القيد الذي ذكره ابن عقيل يرفع الإطلاق فلابد من ذكر قيد ابن عقيل وهو أنه لا بد أن يكون الإحداث ليس رافعا فإن كان السلف قد اختلف على قولين أو ثلاثة فجاء شخص وقال أحدث قولا ثالثا وهذا الثالث ملغيا للقولين السابقين فنقول إن هذا ليس بجاز مسألة اتفاق العصر الثاني على أحد قولي أهل العصر الأول بعد أن استقر خلافهم ليس إجماعا عند إمامنا وأكثر أصحابه نعم يقول الشيخ هذه عكس السابقة المصنف يقول إذا كان أهل العصر الأول لهم قولان في مسألة ثم بعد انقضاء العصر الأول جاء أهل العصر الثاني فاتفقوا على قول من هذين القولين بعد أن استقر خلافهم يعني بعدما انقضى العصر استقرار الخلاف قال ليس إجماعا عند إمامنا الإمام أحمد وأكثر أصحابه وحينئذ فإنه لا يرفع الخلاف فإنه نعم لا يرتفع الخلاف الأول ويسوق للمجتهد أن يذهب للقول الآخر أو الأخير قال عند الإمام أحمد وأكثر أصحابه ممن جزم به من أصحاب الإمام أحمد أبو محمد التميمي في أصوله والقاضي وبالعقيل وغيرهم قال خلافا لأبي الخطاب وغيره فإن أبي الخطاب وغيره قالوا إن اتفاق أهل العصر الثاني يكونوا إجماعا وقد صوب قول أبي الخطاب الشيخ تقي الدين فالرد على السبك فيقول الشيخ الصواب في مسألة إجماع التابعين على أحد قولي الصحابة أن ذلك إذا وقع أنه شكك في وقوع أن ذلك إذا وقع وجب القول بأن ذلك الإجماع معصوم فإن الأمة معصومة في كل عصر من الضلال يقول الشيخ لكن دعوة إجماع من بعد الصحابة على أحد قوليهم متعذر في الغالب أو متعسر وإجماع من بعد التابعين على أحد قوليهم فالعلم بهذا في غاية البعد والامتنع بناء على ذلك فإن هذه المسألة للتنظير لعصر واحد من بعده فإنها بمثابة الممتنع فلا يأتينا شخص ويقول إن أهل عصرنا أجمعوا على أحد قولي السلف فنلقى الخلاف السابق هذا غير صحيح فكل ما كان في عهد الصحابة ولم يجمع التابعون على إلغائه فإنه يبقى خلافا تأتينا مسألة مشهورة جدا وهي مسألة التقليد الميت أشير لها بسرعة لم يذكرها المصنف ربما يذكرها في التقليد بعد ذلك مسألة التقليد الميت ما معناه إذا كان في المسألة ثلاثة أقوال ثم هجر أحد الأقوال الثلاثة وبقي قولاني فهل يجوز لأهل العصر الثالث أو الرابع أو من بعده أن يرجعوا للقول الذي هجر أم لا مثله هنا في مسألتنا لو كان في المسألة خلاف على قولين واتفق أهل العصر الثاني على أحد القولين ولم نقول إنه إجمع وهو قول الجمهور فهل يجوز لأهل العصر الثالث أن يأخذوا القول المهجور أم لا هذه المسألة مشهورة تسمى تقليد الميت نقول إن تقليد الميت جائز وسأتنا إن شاء الله إشار لها في محله نعم لأن تقليد الميت تنبني أو من ثمرات هذه المسألة وإذلك لو جاء شخص وقال أريد أن أخذ قولا من أقوال الصحابة التي لم يأخذ بها أحد من الإنم المتبوعين نقول له انظر أولا هل فهمت قول الصحابي فهما صحيحا كثير من الناس يفهم أقوال الصحابة فهما غير صحيح هذا أولا لأنه يرى سطرا أو نصف سطر ويظن أن هذا قول الصحابي على سبيل المثال لما جاء النا طلحة وغير من الصحابة كانوا يرون الاستجمار ولا يرون الاستنجا هل نقول إن هذا قول لهم يمنعون نقول لا يمنعون وإنما منعوا منه سد للذريعة عندما كثر الماء عند الناس فظن بعض الناس أنه يجب الماء وأن الاستجمار لا يجوز إلا عند فقده شوف توجيه العلماء وهذا توجيه بعض من أهل العلم لهذا المسألة كالشيخ تقييدين عثمان رضي الله عنه عندما أتم في السفر هل معنى أن الإتمام في السفر ليس سنة نقول الإجماع منعقد على أن الإتمام سنة وأما فعل عثمان وعائشة رضي الله عنهما فإنه كان لغرض لما جاء ظن بعض الأعراب أنه واجب فأتمت عائشة وأتم عثمان رضي الله عنه أو كما ذكر الحافظ من حجر أن عثمان أتم في مكة لأنه اجتهد وهو إحدى الوثمان بأحمد على أنه من كان له في بلدة زوجة فإنه يكون مستوطنا وهكذا إذن أول مسألة هل فهمت قول الصحابي صحيح على وجهه أم لا إذا كانت المذهب الأربعة المتبوعة التي في المسألة الواحدة ألفت مئات الكتب كثير في زماننا أتكلم ولا أحكم عن غير زماننا يفهمون المذهب على غير وجهه بل بعض المتقدمين يفهم على غير وجهه فكيف نقل عن قول أحد السلف أو الصحابة والتابعين وهو قول في سطر ولم تقف على جميع أقواده ولم تنظر لتفسير تلامذته بهذا القول هذا الأمر الأول الأمر الثاني هنا ننظر هل أجمع عن التابعين على إلغاء قوله أم لا مثل مسألة العول الذي قضى به ابن عباس هل أجمع على خلافه فيتركه أم ليس مجمعا عليه هذه مسألتنا هنا بعضها العلم يقول أنه ليس مجمعا لأنه وجد أن بعض التابعين خالف فيه وأظن إن كان أبو حليف معنا أظن وعهدي قديم أن ابن كثير ذكر في كتابه مسند الفاروق أن بعضا من التابعين أخذ بقول ابن عباس في مسألة العول أظن هو ذكر ذلك وذلك نقضب قال أنه ليس إجمع عن خلافه أظن هذا نسيت الآن وأنا أعتمد على الذكر الذهن كثيرا مسألة اتفاق مجتهد عصر بعد الخلاف والاستقرار فمن اشترط انقراض العصر عده إجماعا ومن لم يشترطه فقيل حج وقيل ممتنعا نعم يقول الشيخ اتفاق مجتهد عصر بعد الخلاف والاستقرار أي بعد خلاف المسألة والاستقرار فمن اشترط انقراض العصر عده إجماعا فيكون حينئذ إجماعا لأنهم اتفقوا بعد خلاف ومن لم يشترطه أي لم يشترط انقراض العصر فقيل عندهم هو أراد هذه المسألة فقيل حجة يعني أنه يكون حجة وليس إجماعا وقيل ممتنع أي ممتنع هذا الأمر وقيل الاستقرار فيما لم يخالف فيه إلا شردمة قليلة يعني أن اشتراط الاستقرار لم يخالف فيه إلا شردمة قليلة والأغلب أنهم لم يخالفوا وهذه ستأتي إن شاء الله في مسألة بعدها أو التي بعد بعدها المسألة اختلف في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل راجح إذا عمل على وفقه نعم هذه المسألة متعلقة بالجهل بالدليل والمستند للإجماع قبل أن نتكلم بكلام مصنف نقول إن الجهل بالدليل له ثلاث حالات الحالة الأولى أن تجهل الأمة الدليل مع مخالفتهم لحكم الدليل فنقول في هذه الحالة لا يجوز مطلقا هذا الشيء لأن الله عصم الأمة عن الضلالة والضلالة هنا في الحكم وفي الجهل بالدليل معا الحالة الثانية أن تكون المسألة ليس لها إلا دليل واحد وليس لها دليل آخر فنقول أيضا لا يجوز أن تكون الأمة جاهلة به فلا بد من ظهور هذا الدليل ومعرفته جزما بذلك جزما من غير ذكر خلافة بالمثلح والمرداوي وغيره الحالة الثالثة أن تكون المسألة لها عدة أدلة وبعض هذه الأدلة يخفى على جميع الأمة أو نقول خفى من الأدلة الدليل الراجح كالدليل النصي وظهر لهم الدليل المرجوح كالدليل القياسي ولم يتفقوا على خلاف الدليل وإنما اتفقوا على مضمونه وموجبه فهذه المسألة التي ذكر المصنف فيها الخلاف ويعني تكلم عنها في هذا الموضع يقول الشيخ اختلفوا أي اختلف العلماء والأصوريون في جوازي أي في الإمكان العقلي والجوازي الشرعي عدم علم الأمة بخبر أي نقل أو دليل راجح مفهوم ذلك أنهم يجب أن يعلموا بالدليل المرجوح وأن المسألة إذا كان لها دليل واحد فلا يجوز أن تجهل الأمة جميعها هذا الدليل بل لا بد أن يعلموا الدليل لأن هذا من حفظ الأمة طيب قال إذا عمل على وفقه بمعنى أنه إذا جهل الدليل الراجح وأجمعوا على عدم العمل به فهذا غير ممكن لأن الله عصم الأمة هذا المسألة المسلمة ذكر الوقت بالرجع بفتح الباري عددا من الأدلة من آثار الصحابة ومن بعدهم قالوا هذه الآثار تدلل على أنه يمكن أن ينعقد الإجماع مع خفاء الدليل الراجح وهذا لها تطبيقاتها عند السلف متعددة وارتداد الأمة جائز عقلا لا سمعا في الأصح لعصمتها من الخطأ والردة أعظمه نعم يقول شيخ وارتداد الأمة يعني الأمة هنا أل هنا لاستغراق أي جميع الأمة في عصر من الأعصار في عصر واحد من الأعصار قال جائز عقلا بمعنى أنه ممكن عقلا وقد حكى اللاخلاف في ذلك الآملي فقال لا خلاف في تصور لارتداد الأمة الإسلامية في بعض الأعصار عقلا قال لا سمعا حيث أن النص قد ورد بأن الله عز وجل حافظ هذه الأمة في دينها لا تزال طائفة من أمة على الحق ظاهرين حتى قيام الساعة والأدلة كثيرة في هذا الباب لا يمكن أن ترتد الأمة بل ولا يمكن أن تخفى السنة كذلك وأبشرك بذلك أن السنة لا ممكن أن تخفى لا أقولك تنعدم بل لا يمكن أن تخفى بلا بد أن تكون ظاهرة فالسنة والدين ظاهر إلى قيام الساعة ثم بعد ذلك يرفع الله عز وجل العلم ويكفر أهل الأرض هذا في آخر الزمان تماما ولا يبقى على الأرض من يقول الله الله قال لا سمعا في الأصح الذين خالوا في هذه المسألة هم بعض أصحاب الإمام أحمد فقد نقل بن مفلح أنه قال ظاهر كلام أصحابنا امتناعه عقلا بل صرح به بعضهم فالخلاف في هذه المسألة عن بعض أصحاب الإمام أحمد منهم ابن عقيل وستدلوا على ذلك قالوا لأن الردة تخرج أمة محمد عن كونها أمته عليه الصلاة والسلام فحينئذ لا تكون أمته ولكن نقول إن وقد قال رب صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة لكن نقول إن الاجتماع إنما هو في حيث كانوا مؤمنين ولما خرجوا عن أمته فاجتماعهم قد يكونوا على ضلالة نعم قال لعصمته من الخطأ والردة أعظمه هذا دليل على أنه لا يصح سمعا لأن الردة أعظم الخطأ ولا يمكن أن يجتمعوا عليها نعم ويصح التمسك بالإجماع فيما لا يتوقف صحة الإجماع عليه نعم هذه المسألة متعلقة بالتمسك بالإجماع ما الذي يتمسك بالإجماع ألخص الجملة ثم أرجع لكلام مصنف العلماء يقولون إن التمسك بالإجماع نوعان تمسك به فيما يتوقف صحة الإجماع عليه فيما يتوقف صحة الإجماع عليه لا يمكن أن يصح الإجماع إلا وأنت مؤمن بالله عز وجل إلا وأنت مصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم مقر بدين الإسلام وبناء على ذلك فلا يصح التمسك يعني لا يصح أن تستدل بالإجماع على منكر وجود الله عز وجل ولا يصح أن تستدل بالإجماع على منكر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يتوقف صحة الإجماع على وجود الباري وعلى التصديق برسالة النبي صلى الله عليه وسلم ومثله أيضا ما يتعلق بدلائل صدق الرسالة فلا يصح التمسك بالإجماع على دلائل صدق الرسالة وهي المعجزات فتقول أجمعوا على أن يصبح سلم معجز تقولها الكافر هذا لا يصح الاستدلال به ولا التمسك بها إذن التمسك بمعنى الاستدلال هذا النوع الأول النوع الثاني التمسك بالإجماع فيما لا يتوقف الإجماع عليه هذا يصح يقول مصنف ويصح التمسك بالإجماع فيما لا يتوقف صحة الإجماع عليه أي ليس شرط لصحة الإجماع ذلك وما لا يتوقف الإجماع عليه أشياء نذكر منها بعضها أولها الديني فإنه يصح التمسك بالإجماع في أمور الدين سواء كانت من أمور الأصول أو من أمور الفروع وسواء كانت من أمور الاعتقادات أو من أمور العبادات فأصول الفقه صح أن تستدل بها بالإجماع لأنها من أصول الدين كذلك صح أن من أصول الفقه يعني وأصول الدين كذلك قد يتجوز في تسميتها أصول الدين كذلك مسائل الفقه واضحة جدا مسائل الاعتقاد يصح أن تسدل بالإجماع لو قرأت أصول السنة أو شرح أصول السنة لللا لكائي لرأيت عددا كبيرا من الإجماعات المحكية فالإجماعات كثيرة جدا المحكية عند أهل العلم في إثبات صفات الله عز وجل إثبات علو الله عز وجل إثبات كلام أن القرآن كلام الله إجماعات كثيرة جدا حكاها الأمة الأوائل سفيان مالك كلهم يحكون إجماعات فيصح الاستدلال بالإجماع في أصول الاعتقاد والفرود هذا الأمر الأول وهي المسائل الدينية الأمر الثاني الأمور العقلية يصح استدلال بها كذلك مثل أن المرء يستدل بالإجماع على حدوث العالم فكون العالم حادثا هذا يستدل عليه بالإجماع أيضا من الأمور التي يستدل عليه بالإجماع الأمور الدنيوية سيتكلم عنها المصنف من ذلك الأمور اللغوية هل يصح الاستدلال بالإجماع عليها أم لا بعض أهل العلم قالوا أن يصح الاستدلال بالإجماع عليها مثل إجماع اللغويين على أن الفاء للتعقیب فحينئذ تستدل به على المخالف مثل الاستدلال على إجماع اللغويين على أن الباء ليس معناها التبعيض خلافا لمن ظن هذا الوهم من الفقهاء الشافعية فحين إذن نقول إن الباء إنما هي للإلصاق فنستدل بإجماع اللغويين على أنه لا بد من مسح أغلب الرأس وهكذا وفي الدنيوية كالآرائي في الحروب خلاف نعم قال وفي الدنيوية هل يصح الاستدلال بالإجماع في الأمور الدنيوية كالآرائي في الحروب مثل آراء في الحروب جميع الأمور متعلقة بالسياسة الشرعية خلاف أي خلاف بين أهل العلم على قولين القول الأول أنه يصح الإجماع ويجب العمل به وهذا ظاهر كلام القاضي أبي يعلى وتلامذته كأبي الخطاب وابن عقين وهو الذي اختاره الآمد ومن تبعه كابن الحاجب ورجح هذا القول المرداوي وقال إنه الأظهر ونسبه ابن قاضي الجبل للجمهور القول الثاني أنه لا يلزم العمل به ولا يكون حينئذ الاحتجاج به واجب وهذا القول قطع به من الأصوليين الغزالي والسمعاني وهو ظاهر كلام موفق في الروضة وتبعه أيضا الطوفي وابن حمدان وفي أقل ما قيل كذية الكتابي الثلث به وبالاستصحاب لا به فقط إذ الأقل مجمع عليه دون نفي الزيادة نعم هذه المسألة المسائل المهمة يعني للأسف كانت في آخر الدرس لأن الاستدلال بها كثير عندنا مسألة تسمى الاستدلال بأقل ما قيل نأخذ كلام مصنف يقول مصنف وفي معنى قوله وفي أي وفي التمسك بأقل ما قيل وقول مصنف أقل ما قيل معناها أنه إذا اختلف العلماء عندنا فرق بين عبارتين العبارة الثانية ليست معنا هي دليل منفصل وهو أقل ما ورد لا أتكلم عن هذه المسألة وإياك أن نلتبس عندك الاستدلال بأقل ما ورد بأقل ما قيل نحن نتكلم عن أقل ما قيل أقل ما قيل ما معناها أن يختلف العلماء في مسألة على أقوال شتى فننظر حينئذ في أقلها مما تشمله الأقوال كلها فنأخذ بالأقل ونلغي ما زاد عنه هذا الذي معناه الأخذ بأقل ما قيل طيب هذا الأخذ بأقل ما قيل له صور متعددة وأنواع من أنواعه أن يكون الأقل باعتبار العدد ومثاله ما ذكره المصنف قال كذية الكتابي الثلث الكتابي اختلف قيل إن ديته كذية المسلم قيل إن ديته كنصف دية المسلم قيل إن ديته ثلث دية المسلم فجاء الشافعي فاستدل بأن ديته ثلث دية المسلم بناء على أنه أقل ما قيل وأشهر من استدل بهذا هو الشافعي سيأتينا إن شاء الله بعد قريف الاحتجاج هذا معنى لأن أقلها عددا طيب النوع الثاني أقلها باعتبار الصفة مثال ذلك من كلام الإمام أحمد جاء في مسارس حقب المنصور أن الإمام أحمد سؤل من غسل ميتاً أيغتسل فقال لإمام أحمد أرجو أن لا يجب عليه الغسل فأما الوضوء فأقل ما قيل فهما طريقان لرفع الحدث أقلهما الوضوء لأن الغسل يرفع ما يجب فيه الغسل حيث ووجد الترتيب فيه مع النية فأحمد استدل بأقل ما قيل في الصفة مثال آخر جاء عند البيهقي في السنن أن الشافعي أخذ بقول أهل المدينة في دية الخطأ وعلّل ذلك بأن الناس قد اختلفوا وأن السنة جاءت بمئة من الإبل مطلقة غير مفسرة قال واسم الإبل يتناول الصغار والكبار قال البيهقي فألزم القاتل أقل ما قالوا أنه يلزمه فكان عنده قول أهل المدينة أقل ما قيل ثم نقل كلام الشافعي فنظر للصفات فنظر أقل الصفات فأخذها فقال هذه الصفة المتفق عليها هذا الأمر الثالث الثاني الأمر الثالث من أقل ما قيل أقل ما قيل باعتبار الحكم بمعنى أن يكون في المسألة قولان وجوب وندب فنقول أجمعوا على الندب وجوب وكراها فنقول أجمعوا على المنعي أجمعوا على المنعي وإذلك لما يأتي بعض الناس فيرى في كلام بعض الذين يحكون الإجماع كبال منذر يقول أجمعوا على مشروعية كذا يقول كلامه هذا غير صحيح لأن من أهل العلم من أوجب فإجماعه منقوض لا نقول هو حكى الإجماع على أقل حكم فهذا يكون باب الأقل طيب يقول المصنف رحمه الله تعالى كذية الكتاب الثلث ذكرناها قبل قليل قال به وبالاستصحاب أي يصح الاحتجاج به وبالاستصحاب طيب قبل أن نبدأ قول مصنف به وبالاستصحاب نستفيد منها حكمين الحكم الأول أنه يصح الاحتجاج بأقل ماقي وهذا منصوص أحمد نقلت لكم قبل قليل نصه أنه احتج به لكن نقول إن الاحتجاج بأقل ماقي له شروط ثلاثة الشرط الأول أن يكون الأقل قد قال به جميع العلماء وهذا واضح فلو أن هناك قولا زائدا جاء بأقل من الأقل الذي يزعمنا أنه أقل فنقول لا يصح التمسك حينئذ بأقل ماقي وهذا واضح الشرط الثاني أنه لا بد أن لا يكون هناك نص معارض له فيجب حينئذ العمل بالنص ولذلك عيب على الشافعي هذا التمسك يقول من القيم الأخذ بأقل ما قيل الشافعي كثيرا ما يعتمده لأنه هو المجمع عليه ولكن إنما يكون دليلا عند انتفاء ما هو أولى منه وهو النص ولا شك مثال ذلك من كلام الشافعي وقول العلماء ومنهم أصحابنا أن الشافعي لما تكلم عن مسح الرأس قال أقل ما يسمى رأسا ثلاث شعارات فنأخذ بأقل ما قيل نقول قف لا أقصد الشافعي شافعي لكن نقول من قال بهذا القول ممن استدل بهذا الاستدلال نقول هذا الأقل ما قيل عرضه النص فامسحوا برؤوسكم والباء للإلصاق فظاهر النص مسح الرأس كله ورحم الله الإمام الشافعي ورفع درجته في جنات النعيم هذا الرجل له منة في أعناق كل المسلمين أحمد يقول في أهل الحديث بل في أعناق جميع المسلمين بالاستثناء هذا الرجل هذا الرجل له منه علم أصول الفقه ليجب أن يذكر اسمه في كل مرة لفضل هذا الرجل يعني على من عني بالأصول بل فقه جميعا نعم الشرط الثالث أننا يجب أن نقول إن من شرط التمسك بأقل ما قيل أن يكون ما زاد على الأقل في تركه تمسك بالبراءة الأصلية فإن لم يكن فيه كذلك فلا يصح التمسك به طيب قول المصنف هنا به وبالاستصحاب ما معنى هذا الكلام معنى هذا الكلام أن الأخذ بالأقل هو مركب من أمري هو تمسك بالإجماع في الأقل وتمسك بالبراءة الأصلية فيما زاد عنه فنقول إن هذا الأقل اتفق العلماء على العمل به فتمسكنا به وفيما زاد عن الأقل نتمسك بالبراءة الأصلية لا دليل يدل على الزيادة لكن لو جاءنا الدليل عملنا بالدليل فيما زاد فلذلك نقول به وبالاستصحاب فهو دليل مركب من دليلين ولذا قلنا لا بد أن يكون متفقين على الأقل لكي نستدل بالإجماع ولا بد أن يكون الزائد عن الأقل لا دليل لكي لا يكون صارفا وأن يكون التمسك به موافقا للبراءة الأصلية هذا مع الكلام مصنف قال لا به فقط أي لا يصح أن نقول إن التمسك بالإجماع في إثبات الحد الأقل والنفي عن الزائد تمسك بالإجماع بهما والقول بأنه تمسك بالإجماع نسبة للإمام الشافع رحمه الله تعالى وقد قال الغزال وهذا غلط على الإمام الشافعي فإن الشافع لا يقول بذلك بل هو تم علما وفقها من أن يقول هذه الكلمة رحمه الله تعالى ورضيه عنه لكن عموما في بعض كتب الأصول ومن الشافعية من ينسب أنه تمسك بالإجماع مطلقا للشافع وليس كذلك نعم قال إذ الأقل مجمع عليه عرفناها قبل قليل دون نفي الزيادة فإن نفي الزيادة ليس مجمعا عليها وإنما نفي الزيادة متمسك فيه بدليل البراءة الأصلية وهو الاستسحاب نعم ويتبت الإجماع بنقل الواحد عند الأكثر نعم مثلا نقل الإجماع يعني أن الإجماع إذا العقد بشروطه السابقة فكيف يكون نقله العلماء يقولون إن نقله على حالتين الحالة الأولى أن ينقل بالتواتر فحينئذ باتفاق يكون نقلا صحيحا ويكون الإجماع إجماعا قطعيا تذكرون ذكرت في الدرس الماضي أن الفرق بين الإجماع الضني والإجماع اليقيني من أحد جهتين إما باعتبار الناقل وهنا نتكلم عنه الآن أو باعتبار تخلف بعض الشروط مثل إجماع السكوتي يعتبر إجماعا ظنيا والإجماع الصريح إجماع قطعي وهكذا طيب إذن قول مصنف ويتوت الإجماع أي جميع أنواع الإجماع بنقل الواحد فنقل الجماعة والتواتر يجعله إجماعا قطعيا يحرم مخالفته ونقل الواحد يعني كذلك جائز وبناء عليه فلا يرزم التواتر في النقل وهذا في قول أكثر أهل العلم كما ذكر المصنف يعني يقول لم يخالف هذا المسألة من الحنابد إلا أبو الخطاب فإنه قد اشترض التواتر في النقل ونقل أيضا عن الغزال وبعض الحنفية يهمنا هنا مسألة أنه حيث قلنا إنه يجوز نقل الإجماع بنقل الواحد فنقول إنه يكون إجماعا ظنيا ولا يكون إجماعا قطعيا ثم إن هذا الواحد يجب أن يعرف منه لأن بعض نقلة الإجماع يكون من منهجه نقل قول الأكثر مثل ما مر معنا في منهجي محمد بن جرير على أنه هو الإجماع وقد يكون استقراؤه ناقصا إلى غير ذلك نعم نعم مسألة منكر حكم الإجماع الظني لا يكفر وفي القطعي أقوال ثالث والمختار أن نحو العبادات الخمس يكفر والله عدم نعم بدأ المصنف رحمة تعالى يذكر في آخر مسألة في هذا الباب وهو قضية حكم إنكار الإجماع الإجماع إذا دل على حكم فمن أنكره بمعنى أنه خالفه برأيه أو عمل على خلافه منكرا لحكمه فهل يكون ذلك كفرا أم لا يكون كفرا طبعا لم يتكلم عن حرمة لأن الإجماع بنوعيه القطعي والظني يجب الصيرورة إليه يجب العمل به فالإجماع القطعي أقوى والظني حجه إلا إذا ثبت عندنا أن أحد الشروط سقطت منه فلم يكن إجماعا طيب يقول الشيخ منكر الإجماع الظني لا يكفر وهذا حكا جماعة من أهل العلم أنه لا يكفر كثير من أهل العلم على هذا الرأي وأنه لا يكفر للتسليم بهذا الأمر وهذا هو الأصل وخصوصا أن أكثر الإجماعات هي ظنية وليست قطعية وقد كفر كثير من أهل العلم بناء على إجماعات فروعية ظنية مثل ما كفر بعضهم لما قال إن الطلاق الثلاث يعتبر طلقة واحدة كفر بهذا الرأي ومثل ما قال بعضهم لما قال إن الطلاق في الحيض غير واقع كفر به وهكذا من المسائل وهي إجماعات ظنية ومثل مسألة التعريق وغيرها هذا لمجموعة من الناس ولغيرهم كفر في أمصار وأزمنة متعددة لمخالفة إجماعات ظنية نقول نعم مخالفة الإجماع لا يصح لكن هل يحكم بكفره فيقام عليه الحد هذه المسألة طيب قال وفي القطعي أي في مخالفته القطعي أقوال قال ثالثها يعني أنها ثلاثة أقوال القول الأول نذكر القولين ثم نذكر كلام مصنف القول الأول أنه لا يكفر منكر الإجماع القطعي وهذا قال به من أصحاب الإمام أحمد ابن حامد شيخ القاضي أبي يعلى والقول الثالث أنه يكفر منكره وهذا القول قال به القاضي أبو يعلى وتلميذه أبو الخطاب وقال به أيضا الشيخ تقي الدين وإن كان نقل عنه نحو القول الثالث سيذكره المصنف بعد قريب قال ثالثها أي ثالث الأقوال المختار تعبير المصنف بالمختار تبع فيه ابن الحاجب فإن الحاجب عبر بهذا التعبير أنه هو المختار وعلى العموم هذا القول المختار ذكر بمفلح أنه معنى كلام أصحاب الإمام أحمد في كتب الفقه أن كلامهم بمعنى هذا القول المختار قال ثالثها المختار أن نحو العبادات الخمس يكفر هنا في مشكلة في قول مصنف العبادات الخمس لأن اختلف الشراح والعلماء في تفسير معنى العبادات الخمس فقيل إن المراد بالعبادات الخمس أي الأركان الخمس والمباني الخمس التي يرجع إليها وقيل إن المراد بالعبادات الخمس إنما هي الصلوات الخمس فقط من الفجر إلى عيشة وهذان قولان محكيان حتى عند بعض شراح من الحنابلة هذا القول نحو منه نقل عن الشيخ تقي الدين فقد نقل في الفروع عن الشيخ تقي الدين أنه قال يكفر من جحد حكماً ظاهراً مجمعاً عليه فزاد كلمة الظاهر ليست الخمس الخمس ونحوها فتكون في معنى الظاهر إذن فقوله نحو أي الظاهرة يكفر من جحد حكماً ظاهراً مجمعاً عليك العبادات من العبادات الخمس أو تحريم الخمر أختم حديثي بأن الشيخ تقي الدين لما تكلم عن في نقد مراتب الإجماع لبن حزم تكلم بن حزم عن كفر تارك الإجماع وبينه بين الشيخ تقي الدين أن كفر تارك الإجماع له شروط فقال من كفر مخالف الإجماع إنما يكفره إذا بلغه الإجماع المعلوم فبعض الناس قد يخالف الإجماع وهو لا يعلم به فهذه مسألة مهمة يقول الشيخ وكثير من الإجماعات لم تبلغ كثيراً من النس وكثير من موارد النزاع بين المتأخرين يدعي أحدهم الإجماع في ذلك إما لأنه ظني ليس بقطع وإما لأنه لم يبلغ الآخر وإما لاعتقاده انتفاء شروط الإجماع وهكذا في المقصود أننا عندما نتكلم عن التنظير هذا مسألة ولكن عندما التطبيق بمسألة بعينها فهذا قد تكون له عدد من الموانع التي أشار لها الشيخ تقيدين لما ذكر كلام ابن حزم في كفر تارك الإجماع نكون بحمد الله عز وجل أنهينا اليوم الحديثة تاماً عن الإجماع نبدأ إن شاء الله في الدرس القادم بتتمة الحديث أصلا الله عز وجل يرزقنا الجميع العملنا في العمل الصالح وصلا الله وسلم عن أبينا محمد أنا أطلت عليكم جداً فاعذروني ألا يكون هناك أسئلة شكراً شكراً للمشاهدة